سنة 1952 في السويد بدأ البروفيسور برانكمان أبحاث استمرت لخمستاشر سنة على مادة التيتانيوم لما اكتشف مدى إمكانية تآلفها والتساقها بالعضم البشري وطور منها زراعات الأسنان اللي بدأها سنة 1965 واللي اعتبرت أحد أهم ابتكارات العلم في طب الأسنان الحديث واللي حصل بسببها على عدد كبير من التكريمات والجوائز كما حصل على أكثر من 30 منصبا فخريا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية أهلا بكم برانكمان بالتأكيد أقدم للبشرية شيء مهم جدا تيتانيوم ده شيء في منتهى الأهمية في زراعة الأسنان في منتهى الأهمية زراعة الأسنان كمان في تجميل الابتسامة يعني الزراعة أو تجميل زي ما بقولوا وجهان العملة واحدة في الآخر أنا عايز أحصل على ابتسامة حلوة عايز أحصل على أسنان جيدة عملوا كمان دراسة مهمة قوية لقوا فيها أنه دوكت كامبرج كيت ميدلتون هي أجمل ابتسامة في العالم دي الدراسة عملتها جامعة مجلة ميرور أو موقع ميرور لقوا أنه كيت ميدلتون دي رقم واحد رقم اتنين هي هولي ويلو ولوغبي اللي هي عارضة الأسياء المشهورة تالت واحدة هي شيرل فرنانديز شيرل فرنانديز دي رقم ثلاثة ربا واحدة جات أنجلينة جولي شوف خلي بالكم أنه يعني أنجلينة اللي رغم أنه هي الأشهر ميشل كيفن خادت المرتبة الخمسة وإيمة واتسون خادت المرتبة اللي بعد كده المرتبة السادسة وجات جينيفر أنستون يعني الجميلة في المرتبة التي تاليها خلي بالكم أنه الجميلات ابتسامتهم بتتغير جدا وبيزيد جمالهم لما يروحوا لدكاته كل دول السنانهم ما كانتش حلوة كل دول خبعوا لعملات تجميل الأسنان كل دول لجأوا لتجميل الأسنان خلي بالكم أنه تجميل الأسنان مهم جدا لحياة الإنسان حتى العادي بدليل اللي إحنا هنشوفه دلوقتي في موقف بيحصل مش شرط بالشكل ده في حزة كتير بس الساعات يكون محرق جدا تعال نشوفه مع بعض طبعا ده موقف كوميدي يعني ده دلالة على إن رد الفعل اللي ممكن يكون عند إنسان اللي ما يشوفش السنان مش حلو ممكن ينسحب مش لازم من الأضائف ينسحب بالقعدة ينسحب بالخطوبة ينسحب بالارتباط النهاردة حوار مسير جدا مع ضيف عزيز علي جدا مبدأ في مجاله وبيسعدني جدا حواره العلمي الدقيق واتهاده المتميز في أداء وصيفة مهمة جدا في عالم الأسنان ضيف العزيز هو الأستاذ دكتور كريم متحد علاج المريض أو نجاح الحالة اللي أنت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحة النفسية اللي موجودة ما بين المريض والدكتور بتاعه مفيش دلوقتي فينير بدون تحضيح اللي إحنا وصلنا له إن إحنا بنعمل فينيرز بتخانة 5.4 مليمتر الدكتور اللي بيعمل كل حاجة ده ده مش موجود دلوقتي واللي بيعمل كده هو ما بيارفش يعمل أي حاجة من الحاجات دي كلها هي ديزاين وأجهزة وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل إيه وفريق عمل يساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله الدكتور كريم متحد استشاري زراعة الأسنان والتركيبات السبتة زميل كلية الجراحين الملكية عضوة جامعية الأمريكية لأطباء الأسنان اسمحوا اللي منرحب بضيف العزيز دكتور كريم متحد أهلا بيك يا دكتور كريم أهلا بيك يا دكتور كريم أهلا بيك يا دكتور نور حضرتك يا دكتور أيمان عايز أبدأ الأول معاك هل طبيب الأسنان في بعض الأوقات يتحول إلى طبيب نفسي؟ دي مهمة جدا النقطة دي دي نقطة مهمة جدا 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 أنا بشوف من وجهة نظري أن علاج المريض أو نجاح الحالة اللي أنت بتشتغالها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحة النفسية اللي موجودة ما بين المريض والدكتور بتاعه أنا بشوف أن النتيجة دي بتفرق بقديه أو الراحة النفسية دي بتفرق في أكتر من 60% تمام؟ هو متقبل الكلام اللي أنت بتقوله أوير وفاهم على وعي بالكلام ده طالما هو مرتاح لك نفسي المتقبل الكلام ده وفاهم خطة العلاج بتاعتك وكمان لازم ببقى فاهم الدوافع والدواعي بتاعة المريض ده ناحية هو بيعمل تجميل سواء بيعمل تجميل أو بيعمل علاج أو بيعمل زراعة أكيد في دوافع لي الدوافع دي ممكن تكون للشكل يعني نتيجة شكل أو مظهر أو شكل مش كويس ممكن تكون دواعي مرضية وعنده مشكلة معينة في المعدة سوء هضم بسبب سنانه اللي فيها مشكل كتير فلازم بقى فاهمين الكلام ده عشان نعرف نتعامل مع المريض ده ونوصل بيه لأفضل نتيجة ناسبه بقى ساتسفايد 100% بقى راضي 100% عن النتيجة دي في عالم التجميل الماتيريال المستخدمة يعني أقصد بالماتيريال الزركون الإيماكس السيراميك حسب بقى أنتو الحاجات اللي هي الجديدة بقى ده فيه حاجة دلوقتي جديدة كمان هنبقى نتكلم عليها النهاردة فيه اللي هو الزركون الـ FX المالتي لاير الديل تفرق والتقدم الجديد في عالم السنان هو بيجمع حاجتين بيجمع ما بين صلابة الزركون مثلا دي الحاجة المستريسينت لأيه آخر حاجة وصنالة دي بالي ما بين صلابة الزركون والشفافية والشكل الجمالي قوي بتاع الإيماكس بتاع الإيماكس وبسولين بالضبط بيجيك الاتنين بيجيك الصلابة بتاعته وفنفس الوقت بيجيك الشكل الجمالي قوي بتاع الإيماكس ده مثلا مراحل التطور هو أصلا نرجع لورا ونشوف مراحل التطور كان إيه كان زمان الكراون أو ما كانش فيه فلعب فينير من زمان الكلام ده أنا بتكلم من 30 سنة أو الكلام ده 20 سنة 25-30 سنة ما كانش فيه طبعاً فينيروز ما كانش فيه الكلام ده كانت كراونز كانت الكراونز عبارة عن متر معدن طربوش معدني اللي كان بيتعمل السنان اللي قدام دي أو سنة دهب ده اللي هو الأسرياء القوم هي اللي بتعمل السنان الدهب الموضوع تطور لإنه ما بقى الشكل جمالي بغض النظر عن الموضوع بيعبر عن سراء أو عكسه هو من الشكل جمالي خالص فبقت الحاجة للشكل الجمالي هي المطلوبة فبدأنا السنة المعدنية دي أو التربوش المعدني ده نعمله فيسنج فيسنج يعني إيه الوجهة بس من بره نحط عليها طبقة بلاستيك الموضوع تطور شوية لإنه ما زال لسه مش هايجينيك لسه مش متلائم مع أنسجة البق مع اللاسة مع الأسنان مع الحاجات دي كلها وبدأ يعمل مشاكل مع الوقت فبدأوا يطوروا في الموضوع وعملوا الفول كافرش بورسلين هو برضو القلب بتاعه معدن بس غطوا كله بطبقة البورسلين عشان يبقى من بره ومن جوه الشكل جمالي الموضوع تطور أكتر وقالوا لقوا أن المعدن ده لإنه أن المعدن ده بكل بساطة هو مع الوقت بيعمل بيغير في لون اللاسة على مرور السنين تمام؟ لأنه بيتفعل مع اللاسة دي بيغير في لونها مع الوقت كمان هو سنان الطبيعي اللي ربنا خلقها ما فيهاش المعدن ده فبالتالي أنا مستحيل أوصل بحاجة فيها معدن لدرجة 100% تجميل بعد كده حتاجنا إن إحنا نطلع الزاركون اللي عبارة عن بلوكس بتتخرط عن طريق السارك جهاز السارك ده تقدم أو الطفرة الكبيرة أنا بشوف جهاز السارك ده ده الطفرة الكبيرة بقى في عالم التجميل والتركبات والعدسات والكلام ده كله شلنا المعدن بقيت التركبات بتاعتنا عبارة عن بلوك بتختلف الماتيريا اللي بتاعته على حسب أنا محتاج إيه في الحالة دي أنا عندي واحد هيفي بايت يعني عبدته قوية فمحتاج له حاجة تجميلية بس الصلبة بتاعتها قوية بنستخدم مع ذلك عندي واحد تاني أو مثلا نحتاج تركيبات كبيرة شوية هعمل تركيبات يعني أسنان مفقودة بس عدد أسنان كتير شوية فأنا محتاج في الحالة دي مثلا نتكلم عن الحالة دي الحالة دي بصراحة عمل فيها شغل كتير الحالة دي اللي اتعمل فيها هي معمول فيها عدسات ومعمول فيها شغل ليزر كمان لأن زي ما نحن شايفين السنان مش مرصوصة الأنياب جزء منها في اللاسة نازلة وجزء تاني طالع تمام الفراغات ما بين الأسنان كبيرة تمام محتاجين اشتغلنا شوية الأول على اللافة وإحنا شايفين هنا في الصورة واضح إن احنا شغالين بالليزر فيها الليزر ده بقى من أهم التطورات برضو الليزر ده هو بتقدر تقص اللاسة بتاعتنا وبتكويها في نفس الجلسة بدون بنك بدون ألم وبتشوف النتيجة بتاعته لحظية ننسى بقى الجراحة وننسى المشتط وننسى الكلام ده كله الليزر رائع طبعا اه طبعا اشتغلنا زي ما قولنا في الحالة اللي ورا دي الليزر عشان نرسم شكل اللاسة وبعد ما رسمنا شكل اللاسة بتاعتنا بدأنا نعمل البينيرز بتاعتنا عشان يبقى عندنا السيمتريين والشمال زي بعض وشكل الأسنان وحجمها متناسق وطريقة الكلام والنطق طبعا مختلفة لأن الفراغات دي قفلناها ففرقت معها طبعا طريقة كويسة دي خدت وقتها دي حالة زي كده الليزر بس احنا بنحتاج ان احنا بنشتغل في جلسة واحدة وبعدين بنشتغل التركيبات بتاعتنا يعني بتخلص حالة زي كده في خلال ثلاثة ايام مثلا او حاجة عشان بس نستنى الهيليم بروسس او عملية التطور التقام بتاع الليزر ممكن ابتسامة بتاعت انسان تختلف عن ابتسامة انسان تانية حتى لو بينهم تشابه شكلي ورايبين في الشكل من بعض تشابه شكلي اوكي بس هو برضو الليبتسامة مبيحكمهاش الشكل فقط الليبتسامة او تصنيم الليبتسامة بحكمها عوامل كتير قوي بحكمها غير الشكل يعني مثلا حالة زي دي التجميل او الناس بتسمع عن هوليدو سمايل اللي هي الليبتسامة الناصعة البيض حالة زي دي هي مش ابتسامة ناصعة البيض الحالة دي تجميل الاسنان اللي فوق كلها جملنها لان طبعا فيها اجذاء مفقودة كتير وكسور وعجات زي كده دي ست هي ست موظفة تمام بشرتها مش فتحة قوي أسنانها مش فتحة قوي لو عملت لها حاجة أبيض ناصع أكيد هيبقى المنظر غريب جدا أو ملفت وفي الشغل عندها هي مش عايزة أن حد يبقى يبقى حلوة هي تبقى راضية عنها ناتشرال جدا يليق معها يليق مع بشرتها يليق مع سنانها سنانك انت بحافظة على سنانك وهو ده التجميل التجميل مش نعمل حاجة بيضة بينها وتجميل تعمل حاجة كويسة شكلها حلو إزاي نفرق أو بمعنى صح المريض نفسه يفرق بين دكتور ودكتور في التجميل بكل بساطة أنا بشوف الدكتور ده هو عبارة عن إيه حالة زي كده مثلا دي حالة فينيرز تمام الفكرة إحنا ليه اختارنا فينيرز مثلا وده بيبين فرق ما بين دكتور ودكتور تاني ليه اختارنا فينيرز مرسيل حالتك دكتور يعني مبسوط قوي وانت عمل تنقل من حالة لحالة فيها فن وبساطة وبرضه عجبني الغاية دلوقتي النتشراليتي اللي هي الطبيعية بتاعت الحالة هو ده التجميل احنا في 2018 دلوقتي مش بندور على سنان بيضة بتمور نعم نعم بندور على شكل طبيعي حلو حالة زي دي أول حاجة بنهتم بيها رقم واحد نتعامل مع المريض وإيه دوافع ورا التجميل بتاعك نفهم السيكولوجي بتاعته ونفهم هو إيه دافع ورا التجميل رقم اتنين نعمل له دياجنوز نعمل له تشخيص صح محتاج شغل لسا محتاج عشوات محتاج تنظيف محتاج إيه بالزبط رقم اتنين نبدأ نزبط الكلام ده كله ونشوف النوع التجميل المناسب ليه هل هيحتاج زراعة مش هيحتاج لو أسنانه كاملة طيب لو أسنانه كاملة هيحتاج عدسات وهيديله نتيجة أفضل عدسات ولا تركيبات لأن أنا بيجي لي ناس دكتور أنا شفت العدسات وأنا عايز أعمل عدسات ما هو حالتك مش هينفعها عدسات العدسات دي برضو هي لها مجموعة قواعد عشان تعملها لازم تمشي عليها متوفرة عند حضرتك القواعد دي بقى هتتعمل مش متوفرة مش هتتعمل لو مشيت بالتكرار ده أو بالستابس اللي بقول لحضرتك وطبعا أهم من ده كله لازم بيقى تريق عمل الوان من شو الدكتور اللي بيعمل كل حاجة ده ده مش موجود دلوقتي واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل أي حاجة من الحاجة دي كلها المفروض إيه اللي بيحصل المفروض كلهم في تخصصه إحنا قلنا تشخيص تريت من بلانت تحط ويبقى دكتور التجميل ده مايسترو بيشغل حبة ناس حوالي ده كاترة حوالي زومة للي اللي بيشتغل على اللفة واللي بيشتغل على حاش تخصصه بالزبط عشان نطلع النتيجة الممتازة بيفرع عن إيه في إيه زي ما بقول له حاجة دكتور بيمشي بالمنهج ده ودكتور تاني بيمشيش بالمنهج ده أكيد نتائج مختلفة خالص فيه بقى دايماً في عقول دلوقتي الناس استفسار عن القشرة التجميلية مين اللي ينفعلوا قشرة التجميلية وخصوصاً الناس بتطلقبط بين القشرة والكراون القشرة دي ما بدأين نعرف للناس القشرة عشان يبقى عندها فكرة هي الإشرة التجميلية الإشرة التجميلية دي هي عدسة خزافية خالص بتتصنع من متير الزكتير تجميلية إيماكس أشهرهم تمام بتتلزع على السطح الخارجي ليه الأسنان فقط الهدف منها لو مثلاً فيه كسور صغيرة في الأسنان يعني مثلاً مش نص سنة مكسورة كسور صغننة في الأسنان زي كده كسر في السنتين دول بنبدأ نحضر الأسنان أو بنحضر السطح الخارجي بنعمله تخشين بسيط كده دي الأنواع المتطورة كمان منها عدسات تخشين بسيط للسطح الخارجي من بره وبعد كده بنبدأ نعمل الديزاين DSD ديشتال اسميل ديزاين عشان نشوف العدسة دي طبعاً دي كلها مراحل التحضير عذاك الأول بتخشن وبعد كده بتنعم السطح ده بطريقة معينة عشان مرحلة لز العدسات لما تيجي تلزعها عليها تمام بتعمل لها DSD اللي هو ديشتال اسميل ديزاين على الكمبيوتر بتصمم شكل العدسة دي هيطلع عامل ازاي والدحكة دي كلها تطلع عاملة ازاي طبعاً زي ما احنا شايفين في الفيديو ده هو الكسور اللي في الأسنان هي كسر صغير لكن لو كسر أكبر من كده نص سنة مكسورة احنا خرجنا برا الفينيرز ودي المعضلة اللي احنا بنواجهها مع المرضى وفي التعامل معهم وان احنا نشرح لهم ازاي نقدر نوزف العدسة بنبدأ نحط الماتيري اللي بتاعتنا بتاعت اللاز ونعمل لها كيورينج يعني ننشفها بالليزر ده ونلزقها على سطح الأسنان والكلام ده كله بياخد وقت بسيط جداً 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 وما فيوش طبعاً اي مجهود زي ما قلنا احنا بنحافظ على السنان بتاعتنا ما نبرد فيها كتير ونبدأ نزبط مفيش دلوقتي فينير بدون تحضير لا مفيش حاجة اسمها بريبلس بدون تحضير دي مش موجودة وزي ما بقول لحطيتك اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل بينيرز بتخانة 0.4 مليمتر التخانة دي أقع من 10 ملي أقل من نص الشرطة الصغيرة اللي على المسطرة دي بتحتاج ان احنا نعمل ايه بنخشن السطح الخارجي للأسنان حالة زي دي دي حالة مثلاً الأسنان فيها مرصوصة إلى حد ما لكن بتعيني من تسويسات وفرقات وحاجات زي كده تصبغات أو تصبغات طبعاً بنبدأ الأول اشتغلنا على الليسة لأن طبعاً الحالة دي فيها نسبة صغيرة من الضحكة اللي ثوية عشان نكبر حجم الأسنان شوية بعد كده بدأنا نعالج التسويسات والحاجات دي كلها وبعد ما عملنا الكلام ده بدأنا نعمل العدسات بتاعتنا وطبعاً اللون والديزاين على حسب شكل البيشنت ملا ما يحوشه ووظيفته تمام؟ لون بشريته والحاجات دي كلها سؤال دايماً عن العمر الافتراضي للعدسة يعني في ناس عدى اعتقادات إن العدسة مش هتستحمل كتير لأ بتستحمل طبعاً بوسي دكتور أنا مقتنع دايماً بحاجة صغيرة إيجابة الموضوع ده هو عبارة عن شقين الشق الأول الدكتور الشق التاني المريض نفسه إزاي؟ الدكتور إنه يقوم يبقى دارس طبعاً كويس قوي وعارف وبيعمل إيه ومتخصص في اللي هو بيعمله ده رقم واحد رقم اتنين اللي هو بيعمله يعمله مصبوط مايبقاش فيه مشاكل العدسات دي تبقى مقفلة قويس قوي اللي سنكون اهتمنا بيها قبل ما نعمل العدسات بتاعتنا ما هو الأسنان واللفة هما دول الأواعد أو الأساسات اللي أنا ببدأ أبني عليهم عملية التجميل بتاعتها مش مجرد إيش راح لابنلزقها لو حضرتك اهتميت كدكتور بالحاجات دي كلها ومشيت بيها بخطوات مصبوطة كده أنهيت الشق اللي عليك طب الشق التاني إيه؟ الشق التاني اللي قلناه بتاع المريض إيه المطلوب من المريض؟ العناية بصحة الفم والأسنان بتاعته اللي هما إيه؟ اللي هو غسيل الأسنان وفي بعض الأحيان بنحتاج نستخدم موصوش ويا ريت كمان لو نضيف عليها في ثقافة للأسف إحنا بنفتقرها بنفتقر ليها هي إيه؟ الثقافة دي؟ ثقافة اللي تشكب والمفروض بره في أوروبا وفي أمريكا وفي الكلام ده كله كل ستة شهور المفروض بتعمل زيارة للدكتور بتاعك سواء دكتور أسنان أو دكتور باطيني بتعمل مجموعة تحليل ومجموعة أشعة تشك بيها على نفسك تتطمن على سلامة صحيطك عشان لو عندك مشكلة أكيد علاجها هيبقى أسهل وأسرع وأوفر طبعا لو هنتكلم على الشق المادي أوفر بكتير منك تعالجها في مرحلة متأخرة ليه؟ هتلحقها قبل ما توصل لتوابع ديها هي دي الفكرة كلها اللثة قررتها كتير النهار دا أيها طبعا كل حالة تقول لي إيه دخلنا على اللثة نصبطها دخلنا على اللثة عشان يبقى سملة سوية دخلنا على اللثة فيها طبعا إيه أهمية الناس على فكرة مهملة اللثة في مصر بشكل كبير أنا شايف دا كويس دا حقيقي فعلا هقول لحضرتك حاجة أنا بشوف إن اللثة جزء لا يتجزأ من التجميل تجميل الأسنان ما هو الكدر بتاعنا عبارة عن إيه؟ الكدر بتاعنا هو الجزء دا مكون من شفايف أسنان لثة لو عملت أسنان حلوة جدا أسنان حلوة جدا جدا وما كانش أي مشاكل وشكلها تحفى بس مثلا عندنا ضحكة لثوية أول ما الحالة اللي قدامك أو الحد اللي قدامك دا يتحق عارك مش هتشوف الأسنان الجميلة اللي احنا عاملينها وتعبانين فيها وبازلين موجود فيها لا عارك هتشوف إيه؟ هتشوف اللثة بتاعته الكبيرة حالة زي دي مثلا دي حالة بنعمل لها تجميل مش كل التجميل عبارة عن فينيرس وكراونت في تجميل تانية عبارة عن تقويم حالة زي دي تقويم بس للأسف الحالة دي عندها ضحكة لثوية وعندها حاجة اسمها هايبر بلاستيك جنجبا هي أصلا عندها ضحكة لثوية ده رقم واحد رقم اتنين بسبب التقويم هي مش بتهتم بصحة سنانها حصل عندها حاجة اسمها أورجراف للأسفة اللأسفة بتاعته حفظة نمو لو بصينا في الصورة اللي فوق لو بصينا في الصورة اللي فوق دكتور ايمان هو قريدي سنانها مرصوصة وده باين من الصور اللي تحت يعني التقويم عامل معاها نتيجة كويسة لكن فوق هل حضرتك شايف اي حاجة من الأسنان المرصوصة الكويسة دي لا لسه احنا شايفين لثة فقط لثة شكلها مش حلو عملنا ايه الليزر في أقل من ربع ساعة بدون نقطة بنج واحدة بدأنا نشتغل الأول على لثة بتاعت الفاك اللي فوق تمام بعدين استنينا والساشن تول هي الصورة اللي جنبها على الجميع الفوق دي دي بعد ما اشتغلنا في نفس المرحلة تمام في نفس الساشن في نفس الزيارة اللي بعدها كانت الفولو أب بتاعت الفاك اللي فوق وبدأنا كمان نشتغل في الفاك اللي تحت اللي هي رقم أربعة اللي تحت الصورة الأخيرة اللي تحت دي ده الفولو أب بتاع فوق وتحت ولسه كمان اللسه دي بقت أحسن واحتمال نشتغل كمان جلسة كمان عليها تمام اللي أنا أقصد أقوله إيه حتى لو عملت تجميل لأسنانك وعمل تقويم وبترس أسنانك بس لو اللفة بتاعتنا مش مهتمين بيها ومش مرسومة هي كمان مع الأسنان اللي احنا بنحاول نرسها النتيجة بالنسبة لنا إيه ما فيش أي نوع من أنواع التجميل تكنولوجي بقى ساعدتنا أن احنا نسهل الموضوع على الحالات بتاعتنا وعلى نفسنا وعلى المرضى بتاعنا زي ما يقول لحضرتك في نو تايم فيش وقت حاجة بسيطة خالص وقت قليل جدا فيش بنج مفيش ألم مفيش مشرك مفيش عملية جراحية مفيش خيط مفيش الكلام ده كله ده كله سهل الموضوع علينا يبال لازم طبعا نهتمل بالأسنان التركيبات قيمة مهمة جدا في عالم تجميل الأسنان وقسم التركيبات تحس إن هو قسم كده زي الزراعة يقول لك أنا الزعيم الزراعة يقول لك لا ده أنا الزعيم هو مش زعيم أنا بشوف الاتنين بيكملوا بعض الاتنين كتفوهم في كتفوا بعضهم بيكملوا بعض ما هو الزراعة والتجميع يعني الزراعة والتركيبات ما ينفعوش واحد لوحده في حالات تنفع تركيبات وفي حالات تنفع زراعة وفي حالات لازم الاتنين مع بعض تمام وفي حالات الزراعة هي الزراعة مش بتكمل من غير تركيبات ده مبدئيا يعني الزراعة بتاعتنا عملية الزراعة بتاعتنا ما بتكملش أبدا من غير تركيبات تمام مثلا عندنا حالة زي ما قلنا فقد الأسنان فيها عدد كبير قوي من الأسنان أنا مش هقدر عمل تركيبة سبتة هنا لأن بكل بساطة لو عمرت تركيبة مهما بلغت قوة وما بلغت مهما بتامنتها أنا بعمل مشكلتين كبار هنا المشكلتين دول واحدة للتركيبة وواحدة للأسنان اللي أنا بعمل عليها التركيبة دي هو ربنا خلق لنا الأسنان دي بعدد معين وبتوزيع معينة مش هباء لا هو كل سنة من دول تقدر تستحمل لود معين لما أنا مثلا عندي مجموعة أسنان مفقودة كتيرة زي ما احنا سايدين مثلا في الانيميشن ده مجموعة أسنان مفقودة كتيرة ده سنة واحدة بس دي اللي احنا هنتفرج عليه ده دلوقتي دي سنة واحدة بس هي اللي مفقودة والنوع ده من الزراعة تحديدا اسمه الزراعة الفورية اللي هو عندنا جدور أو أسنان فيها مشاكل مش هنفع أنها تتعالج بنخلع السنة دي وفي نفس الجلسة بنحط الزراعة بتاعتنا وبنعمل يا إما تربوش يا إما بنعمل حاجة تمكي حاجة مؤقتة دي بقى شكلها حلو جدا 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 يقدر المريض بتاعنا يمشي بيها أو يتعايش بيها ده حاجة تانية خالص دي طريقة علاج نفس المسافة دي بالتركيبات السابقة تمام؟ احنا بنحضر سنة جنبها والسنة الناحية التانية ونعوض السنة المفقودة دي بأنها متعلقة في التو كراؤنز دول تمام؟ التركيبات الجزء اللي حضرتك شايفوا ده دي مشاكل التركيبات اللي مش معمولة مزبوطة اللي هي ازاي؟ التركيبة بتاعتنا السنان مش متحضرة كويس تمام؟ فبالتالي تبدأ تصرب أكل تبدأ تاكل السنان اللي تحتها وتعمل لنا خرنيج زي ما حضرتك شايف وتعمل لنا مشاكل مع الوقت المشاكل دي كلها ممكن تأدي الكسر السنان وتأدي طبعا العظم بتاع الفك نفسه يكش زي ما احنا شايفين الزراعة بتتميز عن التركيبة في الحتة دي لو عندنا الجزء المفقود ده احنا ممكن نحط الزرعية في العظم المفقود ده هنستفدي رقم واحد في مكان السنان المفقودة رقم واحد هنستفدي ان احنا عوضنا السنان المفقودة رقم اتنين هنستفدي ان احنا حفزنا على العظم في المكان ده بدون انه هو يكش لان الزرعة الوحدة هي بتحفز عظم انه هو يكش فهنا التركيبة ممكن تبقى رائعة بس لازم تتعمل صح احنا دايما قلنا أو في الاول اتكلمنا قلنا كل حاجة عبارة عن شقين الدكتور يعمل الجزء بتاعه والمريض يعمل الجزء بتاعه تمام؟ كنا بنكلم عن الزراعة والتركيبات ان هم حاجتين بيكملوا بعض تمام؟ الزراعة مثلا لو عندنا حالة فقد اسنان كاملة تمام؟ او عندنا اسنان بس الاسنان دي بتتلخلخ هعوض له ازاي سنانه المفقودة على اسنان بتتلخلخ او على ما فيش اسنان خالص هعوضها له ازاي الحل اللي ساعتها البديل بالنسبة له بيبقى المتحرك اللي انا شخصيا ما بحبهش لان انا ما بشوفهش هو ده الحل بالعكس الازى بتاعه الطاقم الازى بتاعه اكبر بكتير جدا يا دكتور من اللي انت تفضل بدون سنان لسبب هو بيرايا حلالة وبيعمل فيها التعبات مستمرة وكمان بيرايا حلالة من اللي بيخليه كشة اسرعة فبيخلي عملية الزراعة قدام لو فكرنا فيها اسعب كمان كلمة زراعة حديثة الترم ده هو يعني يعني يوحي ان في زراعة قديمة تمام هو بكل بساطة الزراعة الحديثة والزراعة القديمة الفرق ما بينهم التكنولوجي اللي داخلت بكل بساطة كان زمان الزراعة عبارة عن المصمار او الزراعة المسنوعة من التاتينيوم وبتتحطوا بنستنى عليها كان زمان بنستنى لست شهور عشان خاطر العظم يلتقم عليها التطور او التكنولوجي اللي حصل ان احنا بدأنا نعمل حاجة اسمها سيرف ستريتننت اللي هو معالجة السطح للزرعية دي نفسها بده اختلف فيه طبعا من شركة لشركة تانية بس هي الفكرة كلها معالجة السطح دي برا عن ايه بنعرض الزراعية دي لأ شعب جاما بنغير في الديزاين بتاعها يبقى فيه بيرتك الجروف كده في الزراعية يعني حفرة بطول الزراعة عشان الزراعة دي تقوم بوظيفتين رقم واحد وحضرتك بتحط الزراعية دي او بتربطها هي بتقطع في العظم ده وبتدخله في الجروف ده طب ده هستفاد بيه ايه ده كلام بالنسبة للناس اللي بتسمعوه ده كلام يخوف لكن هو بكل بساطة فالديزاين ده بيساعد ان الزراعية دي تلتقم أسرع لانه العظم اللي هو بيشيله وانت بتحط الزراعية دي هو بيتكبس على هالزراعية دي نفسها فبيديك ثبات مبدأي للزراعية اكتر وبيديك الفرصة بتاعة الزراعة او التحميل الفوري انك تحط الزراعية وتحط عليها الكراون او كمان من الاضافات اللي ضفتها التكنولوجي اللي بقول لها حدايك عليها بتاعت معالجة الصحب تاعة الديزاينز المختلفة بتاعة الزراعات ان انت دلوقتي بدل ما كنا بنستنى ست شهور عشان خاطر احط الكراون بتاعي على الزراعية دي باللوقتي بنتكلم من ست ثمان اسابيع بتقدر على طول انك تعمل ايه تحط الكراون بتاعك على الزراعية دي ما تستناش تتشوزل او الانيميشن اللي قدامنا ده او الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح ايه درس اتخلع بقاله فترة طويلة جدا 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 ما تزرعش مكانه او ما تعملش مكانه حاجة طب النتيجة بتاعته ايه النتيجة بتاعته ان العظم يكشف الحتة دي زي ما احنا شايفين كده احنا عايزين نعوض الكلام ده بنعمل ايه بالنسبة لحالة زي دي عندنا فرد كالبونلوس يعني فقدان للعظم كبير جدا بالأسخ يعني فقدان القصدي عمودي تمام بنعوضه ازاي في حالة زي دي دي حاجة اسمها بوم بلوك بناخد جزء من عظم لو عندنا فقد جبير اول العظم بالمنظر تا بناخد جزء من العظم من الدلوع تمام او من عظم الحود وبنبدأ نحطه نسبته بمسامير وبعد ما العظم ده يلتقم في خلال من 4 على 6 شهر نبدأ نحط الزرعية بتاعتنا تمام اول طريقة تانية اللي عالجناها زي ما شفنا نوع تاني من العظم بنعمل زراعة للعظم بس مش بوم بلوك عظم شبه الباودر كده بنحطه في الاماكن لو ما عندناش بيرت كامبولوس اماكن دي نعوض بيها عظم صناعي عظم صناعي تمام وده دلوقتي كمان او النوع اللي ما بقى نوع تعويض العظم اللي ما بستخدمش فيه بوم بلوك او قطعة العظم اللي بحتاجها من الحالة نفسها بقدر ان انا احط زراعية في المكان ده وكمل عليها عظم وكمان الكلام ده اسيب وزي ما بقول الله حضرتك 6-8 اسابيع ونقدر نحملها الزراعية حالة زي دي دي كل الفم كانت دي سيدة تمام 6 6 القصة كلها ان هي عندها مشكلة صغيرة خالص هي مريضة سكر وللأسف مهملة فيها فجت لنا وبدأت تتكلم معنا ان هي عندها مشاكل بقى لها يمكن اكتر من 5 سنين او 6 سنين بتعاني من ايه بتعاني من مشاكل في معدتها لحد ما روحت لدكتور فقال لها لا انا شايف ان انت مش هتتعالجي انت بقى لك 5 سنين بتتعالجي طب انت مشكلت ايه نبدأ نصورة ندورة عن مشكلة من جزورها انت بتبتضغيش الاكل فبالتالي عندها وصر العضم عندها مش sequelة لها عندها وعندها 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 فبدأت تلجأ ساعتها انا عايز احل مشكل طبعا الحل الاولاني ايه هو الاسهل اللي المريض بيختاره في الاسهل او اللي الدکتور بيخترحه على انطقت مشت بالطقت ايه متاعها لم يكملتش يمكن 3 اسابيع وجدتش تيكم من الذهابات رهيبه في الاسم بدأنا نعالجًا بتاعيتنا دي طبعا ما فى الاول الأيه نعمل لها اشعة مقطعية الأشعة المقطعية دي هي اللي بتخليه أمسك عظم الفك ده كأنه في إيدي وأشوف أبعاد العظم ارتفاعه وعرضه لأنه على أساسه بحدد نحن نحتاج كم زرعة نحطها نحن الفك الواحد بنعوضه من 6 إلى 8 زرعات مع أن الفك الواحد فيه 16 سنة ودرس بس بنقدر نعوض 16 سنة ودرس دولت بإيه؟ ب6 ب8 زرعات تمام؟ بتوزيع هندسي معين بنوزع عماكن الزرعات دي بتريقه الحالة دي حطينا فيها 6 زرعات فوق و6 زرعات تحت وبعد ما حطينا الزرعات دي حطينا التركيبات بتاعتها اللي تحت طب الحالة دي خدت قد إيه؟ كان عندها زي نبولة حضرتك فقد في العظم الكبير فحتاجنا أن إحنا نحط الزرعات بتاعتنا واستنين عليها شوية استنين عليها قد إيه؟ 6 أسابيع بعد الـ 6 أسابيع جينا وعملنا التركيبات بتاعتنا بالمنظر ده بالمناسبة الصورة اللي تحت على اليمين دي من صورة اللي بحبها جدا لأن أنا بحب الانطباع الأول للبيشنت للعيان بتاعي انطباعها إيه؟ أول ما يشوف نفسه في المراية دي كان صورتها أول ما شايفت نفسه في المراية دي حتى طبيعية جدا يفرحت جدا بسنة طبعا غير من شكلها ومن ملامحها ومن أبعاد الوش نفسه ده يوري أن السكر ما يمنعش ما يمنعش طبعا طبعا دي برضو حالة فيها برضو برضو إحنا عندنا اللي موجود هم السنتين اللي فوق على الشمال دول كم سنة سنتين أو ثلاثة فوق على الشمال ومعمول عليهم تركيبات كمان سيئة بدأنا إن إحنا نعالج فيها ونزرع نحط الزراعات بتاعتنا بس الحالة دي دي كانت زراعة فورية يعني إيه؟ زراعة فورية وتحميل فورية حطينا الزراعات بتاعتنا كان عندنا حجم عظم هنا يسمح بإن إحنا نعمل كده عندنا أبعاد عظم كويسة وجودة كسافة كويسة سنه كم ده؟ ده ربي كريش شوية ده كان عنده 62 سنة مش كبير سن سغير يعني بس يعني فقد السنين في السن ده مش بالحجم ده ده معناه إنه الموضوع بدأ من فترة طويلة آه طبعا بدأ من فترة طويلة ما هو القصة دي جات بعد ما برضه فشل الموضوع المتحرك وأنه المتحرك ما حدش بيرتاح فيه ما حدش بيرتاح فيه ما بيقدرش يكمل سنة واحدة بالمتحرك مزعج جدا طبعا وبيبدأ يفقد السنين يعني لو عندنا مثلا سنتين زي كده هو كان عنده سنتين بالمناسبة فوق بس كان عامل فيهم المشابك بتاعت المتحرك بكل بساطة المتحرك ومع كل عضة أو مع الكلام أو مع المضر أو مع الحاجات دي كلها المشابك دي كأنها بتخلع السنة شهر اثنين ثلاثة أربعة خمسة السنة دي خلاص انتهت وضعت فبالتالي لأ نفسه هو بيفقد أسنانه سيريال الراجل مستمتع جدا جميلة مزروعة طبعي شبه طبعي ادر يأكل ادر يقبل الناس ادر يتعامل ادر يعني السنان دي او الحالة دي عملناها انا بتذكر جدا الحالة دي لانه كان عملها قبل فرح ابنه اه هو بقى فرح اه فهو كان مهتم خلاص الفرح الثاني دي من الحاجات اللي هم نهتمي بها جدا دكتور ايه ظروف المريض بتاعنا ايه اه ودية الحاجب العظم سمح لنا ان احنا نعمل الزراع الفوريح دي برضو من حالات الكويسة دي حالة تانية من الزراع كلهم فك كامل الفك كامل ما هو دي الحالات اللي بان فيها الفرق الكبير جدا 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 مبين وجود زرعاته يا دكتور ايمن فقد الاسنان مش بيأثر بس على المعدة او على الاكل زي ما ذكرنا لأ دي حالة برضو فك كامل فوق وتحت وزي ما حدك شايف الفرق مبين فوق وتحت العطم الانسان او الوش العطم ده هو الشاسيه اللي بتشد عليه العضلات بتاعت الوش ويزديك المنظر كل ما فقد الاسنان ده يبقى موجود كل ما الكرمشة وعملات التقدم في السن علاماته تبقى موجودة وظهرة اكتر الاسنان هي بتبدأ تشد عصلاة ضلاط الوش دي تاني وتبدأ ترجع البناء ادم عشر سنين لورا بتصدروا عشر سنين لورا ده بالنسبة للشق التجميلي بتاعه دي برضو حالة حلوة جدا 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 دي حالة اتناشر زرعية ست زرعات فوق وست زرعات تحت بلتركيبات بتاعتهم بس دي كانت حالة متأخرة شوية يعني اخرنا التحميل عليها شوية لإذا انه زي ما قلنا برضو احنا اللي بيتحكم في موضوع تحميل على زرعات او التركيب التركيبات بتاعتنا على زرعات وضع العظم بتاعنا بنعمل اشعار مقطعية نعمل دراسة جمدة قوي 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 للحالة دي ونبقى فاهمين بالزبط احنا هنعمل ايه وبعد كده اقدر احدد للحالة بتاعتي دي احنا هنقدر نزرع فقدي ايه وهنحمل فقدي ايه الحالة دي هو كان عنده اسنان بس هي عبارة عن جدور جدوره طبعا عاملة مشاكل كتير دي الحالة دي استخدمنا برضو معاها الزراعة بقينا نخلع الجدور دي وعملنا زراعة فورية لكن اخرنا التحميل بتاعها برضو شوية لان الاسنان اللي كانت محبودة دي او الجدور دي كانت عاملة خرديج واكياس دهنية فاحتاجنا ان احنا نزرع عظم واحتاجنا ان احنا نستنى شوية عشان العظم والزرع تلتأم العظم بتاعه عليها وطبعا في الفترة دي بنعمل حاجات مؤقتة بيبقى شكلها حلو جدا تركيبات مؤقتة شكلها حلو جدا يقدر يتكلم وياكل ويتعايش بها جدا 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 لا حد ما في الاخر بنوصل للشكل الجميل لو شفنا حالة تركيبات عشان برضو نقارب بين التركيبات والزراعة لانه مش مقارنة هي تركيبات بتكمل الزراعة لما بتحط عليه لكن لو الحالة تركيبات اساسة من الاول طبعا برضو الاساليب الحديثة بتخدمك في التركيبات زي ما خدمتك في الزراعة اكيد مليون في المية التركيبات الحديثة دلوقتي حالة زي كده الحالة دي اولا هي ما نفعهاش 10 لسبب صغير عندنا مسافات كبيرة وعندنا فقد بأسنان كتير يعني هي الحالة دي مثلا هي حالة هي مولودة بفقد الأسنان دي هي ما فقدتش أسنانها هي مولودة بشكل الأسنان ده بالزبط الأسنان مقصة عندها طب نعمل ايه؟ بكل بساطة بناخد حاجة مقاس مبدأيه ده بنعمل بي ايه؟ ده حاجة اسمها study cost احنا بنعمل عليه دراسة يبقى عندنا شكل الأسنان ده يبس احنا بنوعد نعمل عليه دراسة وبعدين بندخل الصور دي كمان على software جديد اللي هو dsd digital smile design بنبدأ نرسم شكل الأسنان هيبقى عامل ازاي قبل ما نعملها وبعد ده كله بنبدأ نحضر الأسنان بتاعتنا بالطرق اللي احنا قلنا عليها وبالقواعد اللي اتكلمنا فيها وبعد ده نركب الأسنان بتاعتنا دي حاطيك طبعا شايف الفرق الكبير اللي ما بين فوق وتحت من مجموعة أسنان صغيرة شكلها يعني غريب صغيرة بالضبط لأسنان مرصوصة وشكلها جميل ودي تركيبات دي تركيبات ما هو الميزة يعني الحالة دي مثلا كانت زيركون اللي هو النوع اللي بكلم حضائك عنه اللي هي الزيركون الف اكس المانتي لاير ده النوع الجديد حالة مثلا زي دي الحالة دي عنده داستمر اللي هو الفلجة اللي ما بين الأسنان بس عنده كبيرة دي ماينفعش أبدا نعوضها بإشرة لما أن هي في بعض الأحيان بينفع نعوضها بإشرة بس في الحالة دي لأ الإشرة طبعا نشاط استحمد عوضناها التركيبات والكراونز دي إي ماكس شايف حضرتك واشتغلنا على الأسنان الأمامية الأربعة ليه عشان بكل بساطة طلوع واشتغلنا على الاتنين اللي قدام دول بس هينتوجد عندنا سنان عريضة وشكلها غريب احنا بدين نعمل تجميل فبدأنا أن احنا نكبر السنان اللي جنبهم دي شوية ودي شوية طبعا بمعايير معينة أو مخييس معينة مش هباء نكبر الأسنان دي شوية على أساسها نكبر الأسنان اللي جنبها شوية هي ديزاين وأجهزة وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل إيه وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله لو عندنا الخلطة دي كلها مع بعض عملية تجميل لك حاجة ده طبعا يعني من ناحية بس استفدنا حاجة وإحنا بنشوف كده سواء القشور أو التركيبات أو الزراعة إنه التكنولوجيا مهمة جدا دراسة الماتيريال مهمة أو التحديث اللي بيحصل في الماتيريال مهمة جدا حرفية الدكتور الحرفية والرأس وزي الخيال يعني أنت يعني في طبع الأسنان دلوقتي قيمة الخيال الخيال مش الخيال العلم يعني الخيال إن أنا تخيل المفروض يتم في سنانك خصوصا مثلا في الحالات الأخيرة ما أنت عايز توازن في فلجة تعدي يعني هواء طلق دينا في الحال أنت بإزاي هت هتوسع السنتين وبعدها حكاية الفلجة دي مش حلوة يعني برضو اللي أعند لك إيه لأ أنا محتفظ بيها يا عم دي لا مش حلوة لا أصلاها بتميز مش حلوة أصلاها بتجيب لي الرز يا سلام في الفلجة بتجيب لك الرز يا رجل بحرام عليك يا رجل حرام عليك يعني مش حلوة دورتني الدكتور كريم حظر إذا كده الفلجة مش حلوة خلاص طيف العزيز سيد دكتور كريم متحد كان مبدعا في الدكتور خليكم مع الدكتور موقع دويتشفيل الألماني المعروف اختصارا بـ DW نشر تقرير لمعهد روبرت كوخ إن 85% من الألمان بيعانوا من ألام الظهر خلال حياتهم وإن التقرير لم يفرق بين الرجال والنساء في الإصابة فالجميع معرض للألام وحسب العديد من مؤسسات التأمين الصحي في أوروبا التعرض لألام الظهر يتسبب في العجز عن العمل لنسبة كبيرة من المصابين به وأورد الموقع بعض الأعراض اللي سماها أعراض خفية لأن المواطن العادي ما بيدركش بيها إنه مصاب بمشاكل الانزلاق الغضروفي زي عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز وزي الألم في الذراعين أو القدمين تأثر القدرة الجنسية وأخيرا الشعور ببرودة في بعض مناطق الجسم أهلا بكم نهاردة حوار ممتع ومسير في عالم طبعا جراحات البخ والأعصاب لكن خلينا أقول لكم إنه الإنسان بيتهور كثيرا جدا على نفسه وساعات بيرتاكل في حق نفسه جرائب قد لا تغتفر ساعات الجريمة تبقى جريمة 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 ورا جريمة ورا جريمة على مدار العمر وساعات تبقى الجريمة كبيرة مرة واحدة كرسى يعني اللي هو بقى تهور فاصلية فتعالوا نشوف المثل اللي ما بيكتبش اللي هيتهور هيتعور تعالوا نشوف مع بعض كده إزاي ممكن اللي يتهور يتعور هنا مثلا ده جنون يعني فكرة استعراض القوة طبعا اللي فوق مبتسم قوي سعيد يعني اللحظة صعبة جدا إن الوعد يتعرض غضروفه إلى مشكلة زي إدي أؤكد تاني القوة في العضلات ممكن تكون قوي لكن الغضروف تحت ما ما بيزدش قوته من إنسان الإنسان ما فيش تمرين للغضروف ما فيش تمرين هيحصل كسر هيحصل إنزالها غضروف يعني الشخص ده أنا نفسي نتابع الناس دولي بس سبعا انتبعتهم صعبة جدا جدا نتابع ونشوف الغضري في شكلها يبقى عامل زي ركبهم هيبقى شكلها عامل زي مع تطرة بنلاقي عامدهم الفقري في حالة سيئة للغاية أنا في رأيي أن السوشيال ميديا خليت ناس كتير تتخور قوي وتعبر عن نفسها أو مش عايز أقول بن قصين عن يعني أكيد في حاجة نفسية لازم تتراجع لازم نروح بالناس دي للطب النفسي اللي هي الناس اللي شوينج قوي اللي بتعمل تحورات يعني الرجل الأخير ده لازم يروح يعني حد يشوف الموضوع إيه علاقة أنا بتبتشيل حديد يا عامل بس يشيله بطريقة كويسة اللي انت عامله ده ده شوين طبعا شوين جدا يعني النهاردة لقاء ممتع للغاية مع ضيف العزيز القيمة الألمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحة المقوة العصاب اللي بساعدني بحواره الممتع دائما أساس دكتور محمد صديقي ودي إزاي ميز إن هذا الألم ليس ألم حضراتك ألم بدأ يسمح في إيديك ومعاها تنميله معاها خدلان إلحق ده غضروف أكثر من 80% من غضروف لأبتك حصل فيها ثلم وتيجي تقول لأسليسة حصلة المهاردة القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان عرفت حالك في ناس تبدأ شكوتهم الأولى اللي بيجي لهم رعشة في رجلهم الدولة بيتقدم العلم بيتقدم العلم بيحطي لحلول لازم يكون عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض كل حاجة لها تمام ظهر ما بيغفرش اللي هتعمله في ظهر وانت صغير هتدفع ثمن وانت كبير إحنا ما ننتظرش إن المعجزات بتتحقق على الأرض ما بتحصلش معجزات ده علم بنقول 80 إلى 90% من مشاكل الغضارية في أولها بتيجي بالعليج الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرية وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضوة جامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقرية الضيف العزيز القيمة العمال الكبيرة رسول الدكتور محمد صديق هويدي سعيد جداً بتلابيتك الدعوة وشرفت الدكتور كالعادة وتساعدنا بحوارك دائماً ربنا خليج الدكتور أيضاً عايز أبدأ الأول بيعني الناس اللي هم عندهم قوة عضليات كبيرة هل عمودهم الفقر بيكون قوي أو أنا صح غضارفهم بتكون مختلفة على غضارف الإنسان البشر لا خلص هو الحقيقة هو التركيب بتاع العمود الفقري عند الناس كلها قريباً بعض يعني هو الاختلاف بس في الجنس إن العمود الفقر عند الستات بيبقى أصغر شوية وأضعف من الرجالة لكن لو جينا خدنا صانف الرجالة كلهم أو صانف السيدات كلهم بتلاقي العمود الفقر تركيبه كله قريباً بعض هو الاختلاف في القوة العضلية المحيطة بالعمود الفقري يعني دايماً بنقول العمود الفقري واحد لكن فيه واحد على العضلة بتاعته بتبقى ضعيفة بتقول يرفيع كده وصفيف خالص وده ما يقدر تشيل عشرة كيلو طيب الراجل اللي بيشيل 150 كيلو و120 كيلو و130 كيلو ومشال العربية الوينش ده ده وينش ده تسميه وينش بشري بس بيدفع التمن غالب أكيد لأنه ومعية مش رياضية أساسا هم الرياضيين الحقيقة بيعرفوا يعني هم بيتعلم ازاي يرفع وازاي يعتمد على قوة العضلة مش قوة العمود الفقري وضعيات معينة بطريقة معينة وزاوية ارتقاء معينة هو كده بيحمل عمود الفقر بس اللي زي ده مش عارف كده اللي زي ده هو بيشيل وظهره متني الظهر المتني ده فيه تحميل على عمود الفقر ودي للأسف الشديد دي تلستايل بتاعنا في حياتنا كلنا يعني انت زي محركة بتقول ان احنا بندفع التمن مش كده وبتقول ان فيه ناس بتتهور أنا سعاد بقول انه مش تهور هو ده استايل اوف لايف يعني هو طبيعة حياته كلها ماشية بهذا الشكل وهذا السيكونس اللي ساعات كتير جدا انه هو بيبقى يعني ضحيته مش هو الساب فيه يعني فيه طبيعة عمل يعني احنا عندنا الراجل الفلاح لطول يوم وطي او ست البيت اللي طول يوم بتشتغل وبتشيل وبتوطي وبترفع وتعمل عمرها ما تاخد وضعية مظبوطة الراجل اللي هو في المصنع او العامل البناء او المهندس حتى او الموظف اللي في المكتب يعني عندك موظف بنك بيقعد مثلا 8 ساعات في اليوم قاعدة مكتبية ممكن تبقى متواصل وقاعد طول الوقت كده ومتني بهذا الشكل طب ايه الصحة في العمود الفقري اخذ ده الحركة الناس لازم تهتم ايه الوضعيات المظبوطة وتتعلم قوة العمود الفقري بتيجي من العضلة احنا بنحمل العمود الفقري علشان يكمل معنا لان في وقت ملاق وقت هيبدأ يشتكل عمود الفقري ولما بيشتكل عمود الفقري بقى بتبقى ده المشاكل الحقية اللي احنا كمان بناخر الترجمة بتاعتها يعني اللي كان عنده شوية واجع وعايش بياخد مسكنات وشوية ادوية ودهنات وكريمات وقربة مية وحد بيتدلكله والعادات اللي انت حرك عارفها بقى لأ ده انا بنام واجيب حد ينطله على ظهري ده انا بنام واجيب الواد الصغير المتاخ تاخده عدو اللي بيشد الرقبة اللي بيمط الرقبة اللي بيروح يعمل يقول لك ده انا روحت بقى وايه وشدني من درعاتي من رقبتي من ظهري ما كل الكلام ده كله في بعض الناس اه بيريحهم لكن المشكلة موجودة يعني ما فيش علم في الموضوع لكن لو الامور مشت بشكل عمي لا طبعا الموضوع بتغير تماما فشرياني تجيب يعني او كتير من الكتب كتب ان الشرياني تجي بتاع الانسان المصري المختلف شوية او العربي عن الشرياني تجيب بتوع اوروبا امريكا هل العمود الفقري بتاع الانسان المصري يختلف عن العمود الفقري بتاع او العربي اه طبعا طبعا لان هي قصة اجناس لانه هما لما قسموا الناس يعني ريسس يعني الناس اللي هما السمر والطوال بتوع وسط افريقيا او جنوب افريقيا ده بيبقى عمود الفقر طويل جدا ومفروض والعضلات بتاع تواخد شكل معي المجموعة بقى بتاعتنا احنا طلعنا من القرعة اللي هو العمود الفقر دايما عداها بيقى قصير وفيه انحناء زيادة جدا في الفقرات القطنية يعني اسفل الظهر دايما بيبقى فيه زيادة في الانحناء بتاعه مش واخد الستريت لاين بتاعه والكيرف دايما بيقى فيه كيرف كده اللي بنسميه لامبر ليرودوزيز ده ده مفروض بيقى كيرف خفيف فتلاقيهم حتى في الاوروبيين وبتاعها تلاقي ماشي مفروض احنا عندنا لا تلاقي ماشي كده لان تركيب العمود الفقري مختلف شوية الحاجة التانية احنا عندنا الوزن بتاعنا بيبقى زيادة يعني هنا نسبة السمنة والاوبستي عندنا زيادة واكتر فيه السيدات اكتر من الرجال الحاجة التانية طبيعة العمل عندنا بتختلف يعني همتعاملش بشكل علمي يعني ده بنتكلم عن العمود الفقر العمود الفقر عنده كل الناس قريب من بعض الفقرات القطنية هم خمس فقرات اللي في النص اللي ازرق ده اللي في النص اللي ما بينهم ده بنسميه الغدروف الغدروف ده وسادة يعني هي مخدة او زي كاوتشة بتحمي الفقرات ها انها تخبط في بعضها ويمنع الاحتكاك يعني لو عندي الازاز والترابيزة بنحط كاوتش عشان ما يخبطش فيه الفقرات كده العدم نفسه لو جه على بعضه بيعمل احتكاك ويعمل تأكل في العدم اللي ما بين الفقرات وبعضها اللي خارج اللي لونه اصفر ده ده اسمه العصب اللي ازرق ده اسمه الغدروف الغدروف مكون من حاجة زي كاوتشة من بره ومادة جيلاتينية جميلة جدا من جوه اللي احنا بنسميها النيوكلس النيوكلس ده او النواية بتاعت الغدروف هي مادة زي الجيلة تخيل جبنة جيلة وحطناه في كابسولة او في بلونة وبتاع بتضغط عليه بيروحوا يجي معاك بيدي الفقرات الحركة بتاعت يسمح باللمحناء يسمح بالتاني وبالفرد والكلام ده كله المهم ان احنا نحافظ عليه لان اديت القناة الصغيرة او الفتحة دي اللي عاملة زي مفتاح الباب كده دي اللي بيخرجوا منها العصب وديت بالزبط في التشريح او التكوين بتاعها خلف الغدروف طيب الغدروف ده ربنا خلقوا علشان يبقى زي القرص طيب لو حضراتك ده غطه جامد هيفلطح اكتر يفرد اكتر يتمدد اكتر اول ما هيرجع المكان الوحيد اللي فاضي عنده من ورا هو المكان اللي هو القناة العصبية اللي هي هنا اللي بيخرج منها العصب ده اللي بيخرج منها العصب الترف اول ما ده يلمس العصب ده خلنا بقى في مشكلة الاول يعمل شوية تنميل خدلان زي كهرباء لمسة كهرباء كده في الرجل ممكن مع المجهود الزيادة او المشي الكتير يعمل شوية حرقان في الرجل او قلم طيب نمنا ريحنا خلاص بقى العمود الفقر مجرد ما ياخدوا الوضع الافقي بقى بتاعه الغدروف ده حجمه معادش في ضغط هنا على الفقرات حجمه هيقل هيكش هينكمش هيبعد عن العصب لما بيبدأ عن العصب يبدأ القلم والالارم بتاعنا والانزار بتاع القلم بتاعنا بيقل طيب هو الغدروف ده بيفضل سليم كده ما حلسه بنقوله الشيل التقيل والوزن الزيادة وطبيعة العمل المناخبطة والإصابة المتكررة في الغدروف بتحول الغدروف بيبدأ يتآكل الإطار الخارجي لما يتآكل الإطار الخارجي بتاعه يبدأ المادة الداخلية دي هتخرج هتخرج تروح فيه هي لها أماكن ضعيفة معينة يعني الضعف بتاعها دايما متركز في المنطقة اللي هي حوالين مخرج العصب من هنا بالزبط وفي النص فلو خرجت وطلعت على النص قدامنا هنا ما يسمى الضفيرة العصبية أو الحبل الشوك في الرقبة طب لو جات في الجنب ده بنسميه الأعصاب الترفية اللي هي دي ده اللي احنا بقى بنطلق عليه لو هو في الظهر بنسميه عرق النسا بنسميه في الرقبة ألام اللي هي باخدها في العصب اللي بنسميه الزين دي اللي هو واخد الكتف ونزل في الدراع يوصل للصوابع الصغير اللي جنبه اللي جنبه على حسب بقى العصب مين المتقصر بتبدأ بتنميل وكهرباء وخدلان وتقل بعد شوية الوجع بقى مستمر بعد شوية النوم بقى كبوس لو انا نايم ورقابتي متنية مش قادر ينايم ففي ناس بيوصل لمرحلة ان النوم بالنسبة لهم عذاب يعني لو نام بيتعزم طب الغضروف لما تآكل خرج برا دي الأشعة بقى دي اللي بيجينا لما بيجينا المريض بشكوته يقول لك أنا عندي ألم في الرقابتي وبيسمع في كتفي بينزل في دراعي أو بيعمل له صداع أو بيعمل له دوخة أو بيعمل له دوار وبقى لسنين على هذا الكلام وكان في اليمين وقلب شمال نعمل أشعة الرنين يبان هذا المنظر دي الفقرات العنقية دي الفقرات العنقية اللي ماشي في الدوست زي الحبل الطويل ده ده اللي بنسميه الحبل الشوك وده أخطر ما في الموضوع بقى الحبل الشوك ده نسيج مكمل لنسيج المخ لأنه هو مرتبط بجزع المخ وجزع المخ ده اللي بيفسوله عن المخ الغضروف لما يبقى بالحجم ده يعني سنتي وثمانية من عشرة وتبدأ من سنتي واثنين من عشرة إلى سنتي وثمانية من عشرة ده لما يعدي نص القناة العصبية ويعدي هو معدي فيه ده ده راشئ في الحبل الشوكي ضغط جوه الحبل الشوكي وهو دي المشكلة علشان كده أنا عندي الحبل الشوكي ده ضعيف جدا يعني هو يتحمل الألم في الأول لكن ما يتحملش الضغط ده المستمر هنا برضو الفقرات العنقية شوف الغضروف خرج بقى دي الكتلة البيضة اللي هي زي الأنبوبة اللي ماشية بتاع الحبل الشوكي جات في النص هنا وديقت جدا وتقفلت لماذا؟ لأن في ضغط هنا على العصب الغضروف لما بيضغط على العصب بيعمل حاجتين بيقلل الدورة الدموية اللي دخلها للحبل الشوكي يعني هنا غضروف الفقرة المكتوبة عنها شوف الغضروف ما بين خمسة وستة عام زي بلونة على فكرة احنا اللي كاتبين عليها في الأشعة احنا اللي كاتبين علشان نبين يعني الفقرة ما بين الخمسة وستة غضروف كبير جدا الستة والسبة غضروف كبير جدا الرابعة والخمسة غضروف بادئ يكبر لأن هي الحدوتة على الستوري بتاعته يجي غضروف واحد نسيبه نهمله نكمل مسكنات وكلام من ده أو من غير حتى المسكنات يبدو يجيب غضروف فوقه وغضروف تحته فدخلنا في غضروف متعدد يعني عند بدل غضروف اتنين تلاتة ساعات بقى الإصابات الغريبة اللي بتحصل في الفقرات العنقية لأن الفقرات العنقية فقرات ضعيفة جدا يعني تركيب الرأبة لما نشوف تركيب الفقرات العنقية فقرات صغيرة والغضروف بتاعتها صغيرة وبتتحرك كتير فلنسبة الإصابة بتاعتها علي واحد زي كتب فقرة مكسورة شوف حركة الفقرة مكسورة كأن الرأبة انت قطمتها الرأبة دي مكسورة اتحركت لقدام خدت الحبل الشوكي وقطعته يعني ضغطت عليه فعصت الحبل الشوك وما بين الفقرات وبعدها ده جه من ايه بقى فرمالة صغيرة في العربية والعربية ماشية بتجري او مطب جامد او فجأة استضام او بقى اللي بنعمله طرقعة الرقبة اللي هو ما يسمى بقى الطب العربي والبديل والكلام ده كله تعالوا ما تقطأ لها الرقابتك ده بيحصل وبنشوف وشوفنا منه حالة كتير جدا مجرد معه ملطقت لقى فيه كهربا ضربت في اليدين خلاص واليدين اتشنجت وبتاعه ومش قادر يتحرك دخلنا فيه ما يسمى شل الرباعي شل الرباعي اه شل الرباعي رقبة بتجيب شل الرباعي حبل الشوكي وإحنا ساعات يعني المسميات دي بتضيقنا شوي يعني قولك يا الرقبة بتجيب شل اه بتجيب شل وبتجيب ضعف بتجيب تقول وهي الستوري احنا جبناها من وراء لقدام لأ ناخدها من قدام لوراء بقى يعني هو القلم اللي عندي ده ده انذار ده الارمي بيقولك خلي بالك ان الحبل الشوكي فيه مشكلة جي نعم ولازم تحل وهو نعمة اه القلم وعاد تقولي القلم نعمة قوله قال انه هو الارم القلم نعمة هو ده جهاز جهاز الانذار اللي بيقولك تعالى ندور على المشكلة في ناس بتنخدع بقى بشكل رهيب جدا انها عايز اتعالج بس شوية الالم دوله بس اعرف انام خد شوية العلاج مسكن مضادل تهبات كورتزون مخدرات مش عارف ايه واحنا النهاردة معظم الادوية بتاعت دي بقى تدخل في جداول المخدرات دلوقتي نعمة نسبة تخديد بالزبط لانك الناس ادمنتها بشكل كبير جدا طب لما يبقى واحدة عنده غضروف اتنين ده مش منظر رائبة طبعية ابدا استحالة يعني شوفوا المنظر الرائبة طب ازاي ده سبنا نفسنا لحد ما وصلنا لهذا الكلام هي ما بتبدأش كده استحالة تبدأ كده هي بتبدأ بغضروف واحد مع الاهمال واحنا ناس ابطال قوي ونستنى وتسمع بقى الكلام ده انا بقى لعشرين سنة باشتكي بس يعني كان كلام طب امال حضرة جاي ليه النهاردة هي بقى لخمسة يام ما بعرفش هنام وكأن القصة هي الاستوري لخمسة يام دولة بس اللي انا لازم احل فيهم المشكلة بسببهم يعني لكن الباجراوند بتاعي ان انا عندي قصة بقالها سنين شغالة معي طيب هل الحلول بقى هنا بتبقى قريبة كلها من بعضها او شبيها ببعضها يعني اللي عنده غضروف حصل الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات زي اللي من سنة زال من عشر سنة زال من عشر سنة الموضوع مختلف تمام طيب هل النتيجة نفسها ها طب الجالي واحد كان عنده غضروف من سنة والتان من عشرين سنة والتان من خمس شهر سنة وعملت لهم عمليات هل النتيجة كلهم زي بعض لا استحالة استحالة فيه تمام بيتدفع والحقيقة برضو احنا ما بندناش تقبل قصة ان يبقى فيه ايه اصل عملية مش هتديك الحلول النهائية في واحد عايز يسمع العملية هتديك نتيجة 100% الحقيقة هذا الكلام غير حقيقي وما بيحصلش ها لازم هيفضل معاك بعد العملية شوية ألم او شوية واجع او شوية ضعف يترتب على اللي كان موجود ما قبل العملية انت سيته قد ايه ما انت ربيته امتى بدأت تتحرك للجاة الحل بالزبط يعني زي ما نقول كده العفريت اللي طالعي عليك ده انت اللي مربيه ما انت اللي محضره من زمان فما شاينصرف كده بسهول فالحدوتة ببساطة جدا ان كل ما نلجأ للحلول العلمية الطبية وعند حد متخصص في جراحات العمود الفقري وفي كتير متخصصين وكلهم شطر وكلهم حلوين لكن الحدوتة ان احنا لازم نسمع الكلام مش ان انا اقول لك تعال انحل المشكلة مش وقت بس علاج يماشي الموضوع هتاخد علاج هيماشي الموضوع من عند او من عند غيري هيماشي الموضوع لكن التمن حضرك بتدفعه لما يحصل ضمور في العصب وتلاقي ايديك بدأت تخس مش قادر امسك الكوباية ايديا بتتراعش وامسك المعلاقة بتوقع مني ست بيت تجي لتقولي ده ان السكينة قطعت ايديا لي يا ماما اصلي بامسك السكينة بتفلت اخد بارحة ده الكوبايات ده طاقم الكوبايات والكسات اللي عندها باص كسر كل ما تشيل اللي بتاع ايديها مش قادر تشيل بيقع منها حقيقي ويبقى هو ده الحاجة الوحيدة اللي خالتها تنتبه الناس اللي بيقوم من نوم عنده اصدع رهيب جدا وارقابته واجعاه وكتافه واجعاه ومنمله ومش قادر يحرك ايديه ولا اكتافه ونقعد نجري ثم سكنات ومراهم ودهنات وكلام منه طب هل المشكلة احنا حلناها طيب هل الغضاريف دي بتيجي كده في يوم وليلة لا لها مقدمات القلم بدأ الغضارف يلمس العصب طب ما في مراحل لو جيت بدري عند الدكتور المتخصص هيقدر يساعدك في الحل تمانين في المية من الغضاريف بتتعالج علاج دوائي وبتخف بندخل معاها شوية علاج طبيعي بندخل معاها البس رقبة بندخل معاها البس حزام بنقول كلام من ده تمرينات وبنعلمه ازاي يقعده وزي يتحرك بس مش دايما الناس بتسمع هزا الكلام طيب هو الثمانين في المية دول احنا اتفقنا بتوع من اللي جايين بدري مش اللي بقاله خمستاشر وعشرين سنة طب انت النهاردة لما تجيلي بعد خمستاشر وعشرين سنة وعنده غضاريف زي اللي شفناه في الاشعاعات دي كبيرة وضخمة وضغطة على الحبل الشوك وبدأ يحصل دمر في الحبل الشوك هو الحبل الشوك ده هتسيب الضغط ده عليه طب ما انت خسرت الرقبة خطيرة لان الحركة شوف الحركة بتاعت الرقبة سبحان الله بتتحرك في كل الاتجاهات اللي ازرق ده الغضروف اللي خارج منه لونه اصفر ده العصب اللونها بيش ده نديت الفقرات نفسها العظم بتاعتها بس مش بالحجم الكبير قوي ده اه وحنا مكبرين الحجم بس هي اهي الفقرات لا احجام يعني اتنين ونصف سنتي وتلصف سنتي حسب حجم الانسان بالزبط طيب ده تكون الغضروف بقى ها اه الجزء اللي شوفناه ازرق ده ده هو ده الغضروف ده بقى الحبل الشوك نفسه بقى اللي بقى شك كبير بتاعه يخرج منه العصب العصب اللي جنب الغضروف ده عصب حسي اللي ورد العم زي حرف واي اللي قدامه ده عصب حركي عشان كده الناس اللي قدوا تحس بالقلم بعدش هتقولك انا ادايا بدأت تضعف ادايا بدأت تخس ما عادش بقى ده رمسك ما هو ربنا اداك الفرصة واداك العصب اللي يستحمل هو عصب الاحساس ها سبتو لحد معدى وقلعن لحظة واصعب لحظة بيمرو بها البني ادم بقى اللي هو يقولك ده ان الحمد لله صحيحة النهاردة مش حاس باي وجع العصب الحسي خلاص فصل مات ده داخل على العصب الحركي بقى العصب الحركي مالوش ايه مالوش الارمينج مالوش الارمينج بقى كل الالارم بتاعه والانزار بتاعه انزار الضرب الضعف بقى انت انت قطعت الانزار من زمان يبدأ يحصل الضعف العضلات تبدأ تضعف كتفي مش عارف ارفعه الاشارب مش عارف اربطه الطرحة مش عارف احطها البدلة مش عارف البسها المعلاقة مش عارف امسك كل دي ترجمها أصلي هي ما بيجيش على الشاشة كده خلي بالك عضلات ضعف لا هي فيه أعراض بنترجمها إلى المرض العرض بتاع بدأ يحصل الضعف طيب أنا مش قادر ده أنا كنت بطلع سري مش قادر أطلعها رجلي بتترعش ده أنا بقى في رجلي بتتهز أخبرها ده كل ديت أعراض على مشاكلنا في الرقب والرقبة ما تتسبش حقيقة يعني دايما الرقبة ديت لازم نهتم جدا بها لأن مشاكلها ممكن تترك فينا أثر التكنولوجي دخلت المجال الخاص بجراحات المخ والأعصاب بشكل قوي جدا وخدمت جراحات الرقبة يمكن بشكل أكبر لأنه جراحات الرقب اللي في الوقت معين كانت فيها صعوبات معين في إبراء الجراحات إيه تكنولوجيا تطورت في الفترة الأخيرة إيه الأجهزة اللي لعبت دور في أنها تخلي العملية أكثر أمانا رقم واحد رقم اتنين تايم بتاعها أفضل هو حصل طفرة الحقيقة لأن احنا كنا عارفين وكنا بنتكلم وكنا بنتعامل مع الناس كالأتي اللي دايما بيعمل عملية في الانزلاق الغضروف العنقي أو في الرقبة النص هيطلع بيتحرك والنص بيطلع مشلول ده البزلاين وهو ما تزال هزي هي الفكرة السائدة عند الناس يعني حتى لو طلعوا بيتحرك عنده إعاقة ولسه هيكمل عنك طبيعا وكانت هزي حقائق لأن كنا زمان التدخلات بتاعتنا كانت غير النهاردة لما دخلت التكنولوجي العالي بدأ يوجد لي إمكانية وجود كاميرا إن أنا صور بيها وتكبر للصورة صغيرة جدا حجمها كده شوف الموبايل بتاعك الكاميرا قدي كده بتجيب صور إزاي عامل إزاي هزي التكنولوجي بقى أكثر دقة في الطب الآلات المستخدمة يعني كنا زمان ما كانش عندنا في الرقبة غير حاجتين إحنا نفتح من وراء ونشيل العظم بتاع الرقبة ده ونوسع وساعات بقى نوصل بسلوك عشان نربطها ببعضها سلوك وير وير زي اللي بنربط به الحاجات ببعضها كده الكلام ده تتغير تماما فيه جراحات من الأديمة لسه مكملة معانا آه لها حالتها يعني فيه حالات معينة بتتطلب من الجراحات الأديمة دي ومتازن موجودة لكن 95% من الجراحات النهاردة بتتم يا إما باستخدام المناظير يا إما باستخدام الميكروسكوب الجراحي وبندخل معاها بقى الشغل المايكرو سيرجوري الجراحة الميكروسكوبية مع استخدامات الليزر مع استخدامات مقييس الكهرباء في العصب ما كناس زمان بيبقى عندنا تقدير وانا جوه العملية ايه اللي بيحصل في العصب وانا شغال النهاردة بقى فيه أجهزة بنوصلها ها بنوصل فوق هنا ونوصل في الأطراف في الإيدين وفي الرجلين وانا شغال بيديني خلي بالك ده انت قربت من العصب خلي بالك اسمها أجهزة حس كهربائي احنا كنا زمان نعمل عملية ونستنى بقى بعد العملية نشوفها هيتحرك وانا ما تحركش لا ده وانا شغال النهاردة في العملية انا عارف ان هو ممكن نتحرك وانا ما تحركش او لو فيه مشكلة ليه الالارم بتاعي موجود والبرامترز زي جهاز رسم القلب كده ما بيصور لك الصورة عندي السنسورز دين هي أجهزة بنسمها الحس الكهربائي ومونوترينج بتقيم الموضوع استخدام الغضريف كنا زمان نشيل الغضروف ونحط عظم العظم ده كنا ناخده من الحوض او من الرجلة او من الفقد نكسر عظم من الضلع وبنحطها نحشرها ما بين مكان الغضروف ده ده لما تقدمنا شوية وبدأنا ندخل من قدام وكان الدخول من الامام هنا خطر جدا انت عندك هنا الشريان الرئيسي اللي بيغزي المخ شريان وعندك هنا القصبة الهوائية ووراها الأسفجس المريء ولوعية اللينفوية والعضلات الدنيا ادى هنا جدا في التركيب لما مع التقدم من العالمي خلاص السكة دي كلها وما خمس دقائق بنبقى من هنا بنوصل لجهوه حتى في وجود غضة درقية قد كده آه حتى بندخل من تحتها وبنعدي الموضوع بقى سهل جدا ولكن هي عمليات كبيرة ما نستصغرهاش يعني هم نقول نتاجة حسنت مش لان العملات سهلة لا لان التكنولوجي بقى عالي فبالتالي الامكانيات لازم تكون متوفرة عشان احصل على هزيه النتائج ما ناخدهاش مسلمات علشان النتائج بقت حلوة يبقى العملية سهلة لا مش سهلة ده عمليات معقدة جدا وصعبة جدا وكبيرة جدا وعلى الحبل الشوكي تعاملنا على الحبل الشوكي ولما مندخل النهاردة جوه احنا بنشيل الغضروف طب وبعد ما نشيلنا الغضروف ده فيه زوايض عظمية وتكلوسات كتعاملة زي السكينة اللي ضغطة على العصب او ضغطة ودخل على الحبل الشوكي ما دي لازم نشيلها نشيلها ازاي فيه عندنا اجهزة بقى عارف زي الدريل بتاع الاسنان كده ساعات بنشيلها بالدريل ساعات نفتتها النهاردة احلص منه شوية بالتكسير بالليزر ساعات نشيلها باجهزة دقيقة جدا زي معالق كاعدة الكيروس وحاجات زي كده هي بتبقى زاية زاية كالسيوم كالسيوم كده هو تكلوسات بس نشفت بقت زاية القصة كلها ودقة الموضوع ازاي تتعامل بها لان دي تهي اكتر حاجة ضغطة على الحبل الشوكي فلما تدخل بقى في العملية العملية هنا بتختلف قد نصل الى مرحلة الاستبدال يعني عايز استبدل اشيل الغضروف طبعا ما اصلا النهاردة لطالما الغضروف بقى تالف اهي شوف دي زاية الزاية دي مش هرشرة اللي عاملة زي البوزة دي كده شايف البوزة دي دي هنا قدام برا ورا المريق على طول في زيها جوه بس انا مش اقدر اوصل لجوه الا مشيل اللي برا ده دي البداية بتاعت ببدأ احدد الفقرات وتحت جهاز الاشع ببقى عارف انا داخل فين بركب ها جهاز كده ان انا اقدر علشان هركب مسامير افتح بيها وابعد بيها الفقرات عن بعضها دي بداية الكلام بقى قدي اول مصمار وقدي تاني مصمار بنركبه نبدأ نجهز حاجة بنسميه مبعد الفقرات اهوان هيركب ركبنا مبعد الفقر نبدأ نفتح بقى الفقرات عن بعضها نوسع المسافة جديني البراح اللي هو هخلاص بقى هدخل على السكة بتاعتي قدامي غضروف قدامي تكلوسات عظمية وورايا على طول الحبل الشوك انا هنا وصلت لجوه خالص شلت الزواد العظمية هو بعد كده هنعمل ايه طبعا احنا لازم نركب حاجة المسافة للفضي يديكم لها لازم نحط حاجة كنا زمان بنسمع عضمة حيطة عضمة عشان تلحم العضمة ببعض وتبقى الفقرات كده لقى دلوقتي بقى فيه حاجات تانية بنسميها تركيبات التركيبات دي بقى مختلفة واشكال والوان وموديلات غضروف صناعي بنسميه بديل الغضروف ها يدخل بقى فيه منه حاجات سابتة فيه منه حاجات بتركب بالشرايح فيه حاجات بتركب بالمصامير فيه حاجات بتركب بالبنز ترشأ في العظم نفسه فوق وتحت فيه حاجات متحركة فيه حاجات قطعة واحدة فيه حاجات كتيرة جدا وبتختلف بقى العملية وبتختلف النتائجها على حسب احنا بنحط وخلي بالك لان دي تركيبات ففيه منها الرديق جدا والبسيط قوي العادي والتجاري ده وفيه منها حاجات كويست زي بالزلط في العربية انت ممكن تجيب فرد الكويتش تمانها مية جنيه وفيه فرد تمانها خمس تلاف جنيه ايه الفرق الاستخدام مين هيقعد ومين هيعيش ومين بيعمل مشاكل في الجسم يقام حاجات راكبت وشلناها لانها عملت مضاعفات سبب تأكل في العظم تسبب تفاعل في الجسم تتخلي الجسم يرفضها والجسم لو رفضها خلص يبقى نازم حركة حيل للموضوع عايز بقى يعني اقولك انه اكتر حاجات دلوقتي ناس بتشيك منها دي اكتر كمان من فقرات العنقية فقرات القطنية فقرات القطنية من اشهر المشاكل اللي بتأثر فيه الانسان المصري تحديدا ظهر الانسان المصري في ميش في خير الناس بتشيل غلط الناس بتقعد غلط حتة عرق النسى دي اشهر مرض على الاطلاق ما هو معنى عرق النسى هو عرق النسى هو اللي احنا بنسميه عالميا انه فيه قلم بيمتد من الفقد بسمع في الرجل أخذ برحة أي قلم هيمتد من الفقد من فوق من عند الهونش كده ويدرب في الرجل يوصل لحد الرجبة يوصل لحد الكعب يوصل لصوابع الرجل ده اللي احنا بنسميه قلم عرق النسى عرق النسا ده اللي هو بنسميه سياتيك نورف اللي هو العصب الوركي اللي هو جاي من الفقرات القطنية اللي هي من أول فقرة الأول لحد الخامسة والمجموعة العجزية أول ثلاث فقرات عجزية في ضفيرة عصبية بتطلع الضفيرة دي بتبقى موجودة أساساً دي الفقرات القطنية بتبقى موجودة أساساً هنا في جدار البطن في تجوف البطن في المنطقة دي العصب دي كلها ما بتبقاش ماشية الوحدة كده دي بتتجمع مع بعض زي سلوك اللي بتبقى في البيت كده دا ما تيجي تشوفت ليه كابله بيطلع منه بتفرق منه سلوك دي كلها تتجمع تديني كابل عصبي يمشي من هنا يخرج من هنا ينزل على منطقة الفغد من وراء على منطقة الهانش من الخلف يسمع يغزي الرجل وعضلات الرجل هذا هو اللي بنسميه العصب الوركي أو الفغزي وعرق النسا القصة بتاعتنا في الفقرات القطنية مهديل شايلة الليلة كلها يعني هي دي الأساس بتاعنا لأن هي أول فقرة قطنية تحت اسمها الخامسة وبعدها ديولة اسمهم الفقرات العجزية الفقرات العجزية كانوا الأول ربنا خلاهم كانوا منفصلين عن بعض وفي تكوينهم في الجانين بيبقوا منفصلين عن بعض أول مع الولادة تبدأ الفقرات تلحم في بعضها وتلتأم علشان لما ييجي الطفل يمشي يبقى دولة هما اللي شايلين الدنيا كلها ويبدأ يكمل الحوض بتاعنا بعد متين تانين بحيث يدي الدائرة بتاعته الحوض وهنا مفصل خطير جدا اللي احنا بنسميه المفصل بتاع السكروليك اللي هو بتاع عزمة الفخد تمام؟ هذا المفصل اللي هنا لما بيبقى فيه تحميل بقى شيل حاجة تقيلة ده بينقل الحركة على الحوض ينزل هنا على العظمتين بتوع الفخد والرجل تشيل عملية توزيع يعني ربنا خلقها سبحان الله بحكمة فضيع جدا وترتيب جميل جدا العظم الواحده ما يمشينيش لكن اللي مشين العظم اللي مع العصب ما هو العصب ده اللي هيدي قوة للعضلة والعضلة بقى هي اللي هتبدأ تشغل الجسم انه هو ازاي يتحرك وازاي ياخده الأوردر والأمر ويبدأ ينفزه طب الغضروف اللي هنا ده لما حدرك انت يا مثلا واحد وزنه زيادة او واحد بيشيل كتير او ست بيت بتشيل على رأسها او واحد طول اليوم وقفه وقعدة تشيل من هنا وتشيل من هنا واحنا عندنا طبعا العادات السيئة في الشيل والحط وكلام ده كله زي ما اتفقنا انها موجودة وفي ناس يعني بتستعرض نفسها يروح والجم الشباب الصغير ودي اكبر حاجة وانا بواجه رسالة للصغيرين اللي بيروحوا عايزين اعمل شيء كويس في العضلة اقول العضلة مش انان رايح هنتع واشير 50 كيلو 70 كيلو تلاقي بقى جانوا حاجتين الغضروف كبر فلد ضغط على العصب عمل قلم تلاقي الفقرة تكسرت أو تشارخت الفقرة بتكسر أو بتكسر ودلوقتي بتكسر بسهولة جدا ليه العمود الفقرة والعظم بتاعه بقى ضعيف يعني عندنا احنا النهاردة لما باجي بعمل عملية لمريضة عنده 70 سنة أو 65 سنة وواحد عنده 18 سنة العظم بتاعه 18 ده زي البسكويت الباشا طول اليوم الببس والمياه الغازية والحاجات اللي هي الفوارة دي كلها الحوادق المخللات الحاجات المحفوظة الاكل الفست فوز ده كله بيضعف العظم بيسبب مشاكل بيضعف العمود الفقر يجي العظم بقى بقى ضعيف مجرد ما تيجي تحمل عليه معاك شاشير يبدأ يحصل منه العمود الفقر بتاعنا زي ما اتفقنا انه مكون من مجموعات القطنية دي ات مهمة جدا لان دولها هم خمس فقرات راجبين تحت على العجازية زي ما قدامنا في الصورة والعجازية دي بتكمل في الحوض الفقرة القطنية هي اكبر فقرة في العمود الفقر تتحمل عن العنقية اه لانها اقوى والغضروف بتاعها حجمه اكبر طب لما الغضروف ده بقى يشيل فوق الطاقة بتاعته زي واحد مثلا بيشتال رفع اسقال شل اسمانت مش عارف ايه او وقعة بطريقة رأسية يعني ايه تحميل رأسها العمود الفقر مشهورة جدا في سيدات البيوت وهي بتشتغل في البيت مش عارف ايه وقعة السيراميك الزحلات الزحلات في الحمام الزحلات في المطبخ الزحلات على السلالم كلام ده كله المطبات الجميلة اللي احنا عاديين بندب بمطب بطير في الهوى انزل النازلة دي كلها ممكن تجيب الفقرة تكسر او تتشرخ او الغضروف ينفجر او يفرع الغضروف ده مسؤول عن الحركة في الفقرات دي دي اسمها الفقرات القطنية بتتحرك ما انا بوابطي بصلي باركع بسجد باعد العصب نايم ورا الغضروف على طول زي ما احنا بنتكلم معارفين العصب دلوقتي طيب الغضروف ده لما يكبر ويتمدد اول حاجة هيلمسها هو العصب جدين الاعراض اللي بنسميها في الاول بقى عرق النساب شوية قلم تنميل خدلان حرقان فغد بيوجع ده انا مش حاسة فيه ده منمل ده الهدوم بتضيقني وانا لابسها بتنزل لحد تحت عند الرجل من تحت توصل لمشت الرجل واخدى الصوابع الصغيرة اللي برا ده واخدى الصابع الكبير ساعات بنوصل للكهرباء ساعات بنوصل ان انا تعاوجتي كده مش عارف اتعدل بقى برا عام العيانة معبوجة كده ستين درجة لعمود الفقر جاي كده على جمع ليه عشان غضروف قد كده ومتعدد الفقرات والدنيا بايزة معها خلاص طب ليه نسيب نفسنا لما نوصل بحاول تبعد عن مكان القلم اصلا انت لما بتتني كده عايز تفتح بس الفقرة عن الفقرة تبعدها عشان بتن العمود الفقر كده علشان العصب ده مخنوق هو مخنوق العصب الغضروف خرج برا بير لأكشن ده ما هو ده بيحصل لازم الجسم بيعمل كده بيوصل لمرحلة ان فيه واحد بيبقى مش عارف يتقلب على السرية مش عارف ينام اصلا لو جي يرفع رجله هم عشر درجات ويصوت بعدها واخد بالحركة يزاوية عشرة كده عندنا اختبار بنعمله دايما انت بنم على بطنك كده وحاول تتهمه بوسطك خلاص بقى تعرف ان العصب مخنوق مجرد من انك مش قادر تعمل ده لأ العصب معناها مضغوط طيب نم على ظهرك وحاول ترفع الرجل بنسميها زاوية ارتقاء الرجل ترفع الرجل الطبيعي بتاعي في الرجالة لحد ثمانين درجة في السيدات ممكن تجيب تسعين درجة طب لما تلاقي الدرجة دي بتقل اللي بقت 25 درجة بقت 20 درجة بقت 15 درجة بقت 40 درجة يبقى في حاجة منعة من العصب بيبقى ماشي بحريته ده اللي احنا بنسمي للانزلاق لغضروف القطنة مهم اذا اللي انزلاق لغضروف القطنة من الامراض الشهيرة اللي تحتاج عدم الانتظار لازم على طول ابدأ اتعمل كل ما هتعمل مبكرا كل ما هستفيد من تدخلات اقل عدة واقل زا ما يقولون بالضبط لان هو كل مشاكل العمود الفقري مش مفروض نهملها مش مفروض نهمل لان هي هي مجرد ما بدأت هي هتكمل ولكن احنا كل ما بنتدخل بدري كل ما بنلحق الموضوع الموضوع ما بيكبرش مننا نورتنا فاني مش رابتنا ضيفي العزيز الاسوز الدكتور محمد صديقي ودي اساس جراحات المخوى الاعصاب الجراحات العمود الفقري والانزلاق وغضروفي الاساس بكل الطب بجماعة القاهرة ضيفي العزيز صبعا صاحب البع الكبير والجراح الرائع في هذا المجال كان ضيفي في واحدة من ارق حلقتنا على الاطلاق واثرها تنوعا في عالم جراحات العمود الفقري دورتنا باشا شكرا بسرعة عليكم دايما مع الدكتور اهلا بكم من الحاجات اللي ممكن تأثر على السنان شكيرة على فكرة المهم خلينا نقول ان في اربع حاجات غير معتادة او غير متوقعة تأثر على السنان وتأثر على او من خلال الاساسات ممكن تأثر على الصحة العامة اتخيلوا ايه اهدوا معايا اول حاجة شرب المياه الغازية الدايت عملوا دراسات كتيرة جدا وجدوا ان المياه الغازية الدايت من اخطر الاشياء اللي بتسبب لخلاقة السنان وضعفها والتأثير عليها اللي بيؤدي في النهاية الى فقد السنان دي واحدة حاجة التانية انه الغطس لفترات طويلة وبطريقة غير احترافية يمكن ان يؤثر ايضا ويسبب تلف الاسنان لانه مع الغطس بيؤدي الغطاس اساسا كل غطسة وهو عامل انقباط في الفكين بشكل امفولنتري او بشكل زايد عن اللزوم بيزود الضغط على الفكين فمع الغطاسين المحترفين اللي بيختصوا الفترات طويلة وفعماق عنيفة بيزيد الضغط على الفكين اكتر واكتر وبالتالي الاسنان تتأثر كثيرا طبعا اللي بيحب الغطس هيضايق او من الكلام حاجة تانية كمان انه فرشات السنان فرشات السنان ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوة والمشاكل في اللاسة وتنقل فيروسات تنقل فيروسات اخطر من فيروسات بقى بكتير زي الفيروسات التهاب الكابدي الوبائي فعشان كده لازم كل واحد يكون له فرشات سنانه لوحده وما تكونش محطوطة كده في نفس البوكت بتاع كل فرشات الاسنان التانين يعني يا سلام كل واحد له نفس فرشة سنان بتاعته او كل واحد منقل لون اللي منقل مش عارف ايه وكلهم حطانها في كباية واحدة فكلهم لسين فبعا يا سلام طب انت كده الفيروس لو جي على واحدة منهم هادي نقللهم التاني عادي جدا يعني فالحاجة الاخيرة بقى اللي بتأثر على سنانه دي حاجة غريبة جدا انه لو ان الرضاع الفترات طويلة يؤدي الى مشكلة خاصة بتسوس الاسنان الرضاع الاكتر من سنتين يخلي الطفل عرضة اكتر واكبر للاصابة بتسوس الاسنان اربع حاجات مش متوقعين ناس كثير ما تعرفهم شي لكن الاربع موجودين والاربع مؤثرين جدا جدا هزور لكم حاجة خامسة بقى حاجة خامسة في منتهى الخطورة من ضمن الحاجات المخيفة اللي الناس بتعملها كتير قوي انهم بيستخدموا الخلة والخلة دي خطرة جدا الخلة اللي هي الخشبة او حتة الخشب طبعا فيها انواع كتيرة دلوقتي منها ويعودوا يعملوا بها حفر او يستخدموها في الفرقات بين سنانهم دي من اكتر الاسباب لتسبب فراغات في الاسنان وتزيد من مشاكل اللسة بشكل اكيد وقد تكون بقى مصدر عدوة رهيب لانه فيه ناس بتعمل بالخلة وبتحط الخلة في جبها يناس وحشة اوي 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 يعني ايه ده ايه اللي انا قلتها تعالوا نبدأ نهار ده حوالنا مع ضيف العزيز الخيمة العلمة الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجان وبيعجبني جدا اسلوبه حكاياته حكاء رأى جدا ليه يوميات طبيب اسنان يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه الثقافة من مجرد ان انا بروح في الامرجنسي بس في الضوارع في القلم الى ان انا هروح لغير القلم كمان ان انا ببحث عن ابتسام ان انا ببحث على انه انا فاهم كويس جدا على انه الاسنان بتكمل جمال وجهي فانا ببحث عن بقية الاجزاء اللي في وشي اللي محتاجها تجميل اللي هي مهمة جدا اللي اسمها الاسنان اول فاهم تعالوا نشوف النهاردة حوار مسير مع ضيف العزيز واحد من يجوم هذا المجال استاذ دكتور كريم مكاتي انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكله الزراعة الوقت تمت بسلامة يعني خلاص انا كده ولا فيه مخاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية لأ طالما تحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر ينفع عمره بأسنانه السبتة ويستطعم الأكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعملك الحاجة اللي شكلها طبيعي حين الدكتور كاريم مكادي استشاري تجميل الاسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الامريكية لأطباء الاسنان ضيف العزيز الاسنان دكتور كاريم مكادي اهلا بك اهلا بعد ذلك دكتور عجبك الغطس انت غطاس اساسا انا غطاس اساسا انا معايا شهدتين غطس والمفروض بعد كده هبقى ماستر غطس الناس من عز اصدقائي غطاسين يعني وغطاسين بارعين يعني انا مفتاخي طبعا استاذني نسوس دكتور جمال سامي ده استاذي وده من اهم جراحين القلب في العالم يعني ده غطاس محترم بس الغطس ده يعني اكتر حاجة بتغسل الدماغ على الاخر اي نيجاتيفي اي حاجة انت بتشوف عالم تاني بتشوف دنيا تانية بتشوف كائنات مختلفة الوان بيخليك تطلع بني قدم تاني فالعالم ده اي دكتور اي حد بيشتغل مهنة فيها ستراس عالي بيبقى حلو جدا ان هو بيبقى بيمارس رياضة زي دي بالنسبة للغطس مع الاسنان انا عجبني جدا حضرتك يعني يعني فكرة ان تعرف ان العمر ما خطست بحياتي لا ده لازم انا كبيري حمام السباحة بختص لما بغلط يعني ده انا حتى ساعات بنزل حمام السباحة واحرص على عين ما تدلش يعني شعر نفسه ما تجيش عليه مي اه والله يعني سيني وقف بحبان بالسباحة تعرف ان العوم يعني مش حريف انا بس الغطس مش لازم يبقى سباح عالي على فكرة فاعلا الغطس مش لازم يبقى سباح جامد للمواة معظم الحاجات هي بيعتمد على البست بتاعه وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه هي فمش لازم يبقى سباح جامد قوي على قد ما يكون فاهم فكرة الضغط وتأثيرها على جسمه فممكن يقصر على السناء طبعا جدا بشكل جامد جدا وخصوصا لو هو مش فاهم فكرة الضغط على جسمه وما بيعملش الستوبس اللي مفروض يعملها الناس اللي بتقتص أعماق عالية اللي بيختاروا الـ 27 متر لازم وهو طالع تاني بيبدأ يعمل استوبس عشان يبدأ يعمل ريليس ايه ده ايه ده ايه استوبس يعني بيطلع على عمق اقل يعني ما يبقاش في العمق بتاعه ويطلع على عمق اقل قبل ما يطلع بره الميا لازم يوقف شوية خمس دقائق وليها حزبة معينة عشان خاطر يبدأ الضغط يخف واحدة واحدة من جسمه لان تحت بيبقى كل حاجة مضغوطة كل الأوعيات الدموية كل حاجة مضغوطة قال لما احنا عندنا سؤال في الحتة دي اللي هو سؤال لو طلعت مرة واحدة كغطس اللي حزر دقف ضيبك اه طبعا في ناس بتموت في ناس بتنفجر الرئة الرئة بتاعتها نفس الكلام ده ما هي فكرة أوعيات دموية ما احنا عندنا أوعيات دموية جوه أعصاب جوه اللي سنة نفسها بالحيطة اللي فيها الأعصاب والأوعيات الدموية بتاعتها فاحنا لما بنطلع فجأة كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوز الأوعيات الدموية بتاعتها تاني حاجة الماوس فيس بيبقى الناس اللي هي مش محترفة قوي المجدودة وهي ناس اللي تختص يبقى عضد أو جازز قوي على الماوس فيس بتاعته اللي هي بتاعت الأكسوجين بتاعته فطبعا كل ده بيبوز عضلات الفك والمفصل بتاعه فلازم اللي بينزل يختص يمرن نفسه إن هو ما يقصرش على الفك بتاعه والأثنان بتاعه ويعمل الستابس المزبوطة ولازم يبقى نازل مع محترف معي ايه أبرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك احنا دلوقتي هذا السيزون أنا عامله يوميات تحكي لي بقى الأسبوع اللي فات ده ايه اللي غرح فيه عندك قبل ما احكي لحضرتك الكصص دي ورده موضوع اللي حضرتك قلت عليه موضوع خلة السنين ده من الكوارث اللي بتهدد السنين ليه وخصوصا إن هو دلوقتي اللي أنا بقيت أستغربه الناس حتى ما بتحطش خلة السنين بيبدأ يطبق ورقة أو دبوس أو حاجة أو كارنيه أو كارنيه كارنيه ده موضوع منتشر جدا فالفكرة إن كل ده بيعمل أبريجن في السنة بيكسر في الصعطح السنة دي حاجة تانية حاجة بيعمل سبيسنج ما بين السنة والتانية فده كله بيخلي الأكل لما بينزل بعد كده بينزل زي السكينة يقطع في اللاسة وبالتالي بيخلي العظم يتآكل في الحتة دي وبالتالي تبدأ الأسنان مع الوقت تتلخلخ فإحنا أعداء خلة الأسنان وأي حاجة بنسلكها كفرشة السنان جميلة جدا ولو مضطرين الدنت الفلوس ده حل كويس جدا ماشي بس لكن أي حاجة بندخلها عشان نسلك ده موضوع وحش جدا طب ليه ليه الإنسان بيفقد السنان ليه الإنسان بيفقد السنان عارف سؤالك جدا عام جدا بس السؤال مهم إحنا هنقول أهم حاجة فيه الإهمال الإهمال هي بداية كل حاجة هو العدو الأساسي اللي بعده بيترطب عليه كل المشاكل بعد كده يعني أنا بداية ما بخسلش سنان تبدأ الأكل يتحشر بين السنان يبدأ يتعفل يعمل لي بكتيريا البكتيريا دي تبدأ تأكل في اللاسة والعظم اللي حولين السنة تعمل لي أحماض تكل في سطح السنة اللي احنا بعد كده بنسميها التساوس اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله ده إهمال الإهمال إن أنا مروحش للدكتور أعمل الكشف الدوري بتاعي يعني عشان خاطر ألحق أي حاجة من أولها أنا لو رب أروح للدكتور كل 3-4 شهور لو التساوس في أول وخالص الدكتور هيعمله مش هابه فيه أي مشاكل ما سيبوش لحد ما يوصل للعصب وبعد كده يضرب العصب وبعد كده أخد أنت بيوتكس واخد مسكنات وبعد كده أسيبه برضو فالخراج يقلب لخراج حاجة اسمها خراج مزمن واللي بعد كده بيتطور للأكياس الدهنية اللي بتاكل في العظم بعد كده وبواضي الدهنية ده ده اللي بيحصل لما السنة تفقد بالضبط كده السنة بتفقد بقى بيحصل إيه هو أساسا سبحان الله الأسنان بتاعتنا كلها في حركة بس هي متثبتة في مكانها كل واحدة سندة لجنبها وسندة لقصدها مجرد ما بنخلع سنة بتبدأ العظم بتاعها بيكش مكان السنة نفسها زي ما احنا شايفين هنا هو وتبدأ الأسنان تتحرك في اللي سبيس اللي هي زي ما احنا شايفين بالضبط كده اتحرك الخبيث عشان في حركة هي أسنان في حركة بس هما سندين بعض فاحنا شلنا الإكوليبريم بتاعهم أو السبات بتاعهم وده العظم كله بيحاول يعوض المنطقة دي جاذبية بنت لازم بالضبط كده على فكرة القصة دي احنا بنستفيد منها في معالجة بعض حالات مشاكل مفصل ساعات الناس اللي هي بيبقى عندهم تقطاقة في المفصل الفك تقطاقة دي بتبقى نتيجة ان الأربطة بتاعة الغضروف نفسه بدأ حصل فيها التهاب وارتخت بيبدأ الغضروف يتحرك مع فتحة البق وقفله مشكلة ان ده بيعمل تحميل مش مظبوط على الغضروف نفسه اللي بعد كده بيقطع فاحنا بنعمل حاجة اسمها بايت ريزينج رافع عضة رافع العضة ده بنستفيد من الميكانيزم ده ان احنا بنبوز السباب بس بطريقة مدروسة بيتحط على الدروس الورانية بنبوز لا حلوة اول جملة دي بنبوز السباب بس بطريقة مدروسة بالزبط تعملي بالراحة بقى حاشرح لحدك مش احنا قلنا كل سننا ساندل لقصادها وساندل لجنبها طيب العضة بمقدار من 2.5 إلى 3.5 ملي وبعملها ازاي؟ بحط حاجة بترفق على الأسنان الخلفية وبتعملي اللي سبيس اللي انا بقولها لحضرتك دي قدام فتبدأ الأسنان تطول بمقدار من ملي لملي ونص فوق وتحت ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معمولة على الكارتلج فمع الوقت خفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي بالزبط كده فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه وتبدأ الأربطة الالتهاب اللي فيها يروح وتبدأ تتشد ويروح مشكلة التقطقة وما نبقاش معرضين ان الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عملية لتصليح الغضروف والكلام ده كله ولا الفك يعلق ولا الكلام ده كله دي دي من الحاجات اللي هي التقنيات الحديثة جدا احنا بنحاول نحافظ على مفصل الفك ونتفادى اي جراحة ليه؟ لان دي الحاجة بتاعت ربنا مفيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه واللي يقول كده انا مش موافع عالكلام ده الحاجة بتاعت ربنا هي الأساس دي طيب فيه ناس بتفقد سنانها بالكامل دي بقى مشكلة مثلا مريض سكر كتقدم في السن لسبب مش مفهوم أهمل جدا زي ما انت قلت الراجل ده بيبقى عنده أو ستة ديته بقى عندها حالة يأس وساعات بيأسر في سنة مبكرة يعني طيب انا شفت السنة المبكرة دي وشفت في سنة أربعين سنة وسبعة وتلاتين سنة ما عندهمش ولا سنة بيبقى إيه اللي حصل وكماً ما عندهمش سكر ولا أي أمراض عضو غير بيبقى إيه اللي حصل أساساً هو أهمل راح لدكتور بتاع حشوه خلع فالدكتور خلع له السنة اللي بتوجعه واحدة ورد تانية واحدة ورد تانية واحدة ورد تانية خلع الأسنان كلها وبدأوا يعملوا الأطقم المتحركة اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده إن هي بتبدأ تخلي العضم أساساً يتآكل غير فكرة أساساً إن العضم أسن حافظ على حجبه ده بسبب الأسنان اللي جواه فأنا شلت السنة وحطت له حاجة قاعدة بتعمل على العضم بشكل معين فالعضم عمالي يتآكل فأتجي لي مثلاً عندي واحدة لسه جالي لأسبوع الفات عندها أربعين سنة وخلع بقالها سنتين تلاتة كل أسنان هو ماشي الطقم متحرك وعضمها قليل للزراعة طب هل دي يعني هو طبعا حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله بس هل هي مش من حقها إنها ترجع بأسنانها تاني كاملة؟ لا طبعا من حقها وخصوصا كمان هل مش من حقها إنها تدوء الأكل بالطريقة اللي إحنا بنستطعم بها الأكل؟ ما إحنا عندنا الأطقم المتحركة دي بتغطي السنسرز بتاعة الأكل إحنا عندنا زي ما إحنا هنا شايفين ده يسري ده ده يسري يسري ده مش كبير برضو ده حاجة واربعين سنة فقد أسنانه للوية كلها وبدأنا نزرع له عضن مع الزراعات بتاعته وبعد كده حملنا له أسنانه زي ما إحنا شايفين فوق هنا يسري كان من ضمن التحديات بتاعته إن هو راح في كذا حتة قالوا له أنت العضن اللي تحت الجيب الأنفي قليل جدي مش هنقدر نعمل لك العملية دي فطبعا يسري طبعا كان عنده حالة يأس لحد ما جالنا الحمد لله بدأنا رفعنا له الجيب الأنفي نرفعه دلوقتي كلوز مش بنحتاج نعمل جراحة كبيرة عشان نرفعه على الجيب الأنفي بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعية وبنحط عظم وبنحط الزراعية بتاعتنا وبيقدر الزراعية تبقى عندها ثبات عالي جدا ويقدر يزرع في المنطقة بتاعت الجيب الأنفي جميزة هو ليه ناس ممكن تفقد أعظم الفك؟ عشان الأسنان ما بقتش موجودة فيها دي نقطة لا فاهمي الحتة دي أكتر يعني الحتة دي بالنسبة لكو حتة مسلمة يعني ممكن الناس وهي بتتفرج علينا دلوقتي يفهموها إنه هو يفهم إنه نحن نفقد أعظم فكنا لأننا نفقد أسناننا لأن أسناننا هذا شيء مريحي جدا مسلم بيه لكن أنا عايز أقرب أكتر من السنة ويفكوا وعلاقتهم ببعض نبدأ طب هقول الله حضر لك على حاجة نقولها بالبلد الأول وبعد كده نتكلم عليها مظبوطة واحد في جيبه حاطت مفاتيح سلم مفاتيح ده إيه اللي هيحصل؟ الجيب هيرخي نفس الفكرة دي وليه بتحصل؟ بيبدأ العظم الفراغات اللي فيه حصولها مفاك العلوي تبدأ تكبس على بعضيها فيبدأ حجم العظم نفسه يقل واحدة واحدة يبدأ لو إحنا مركبين عليها تركيبة متحركة يبدأ يعمل إحنا عارفين طبعاً إن العظم بيشتغل باتنين ميكانيزم حاجة اسمها استيوكلاستيك اكتيفتي واستيوبلاستيك اكتيفتي الاستيوكلاستيك اللي اتنين عكس بعض والاتنين من خصائص العظم اللي هو عامل البناء والهدم في العظم نفسه؟ اللي اتنين عنده ماشي؟ دول اللي احنا مسلاً هدم بناء الهدم بناء شغال كده سبحان الله ده ده الميكانيزم اللي احنا وشنا بيكبر بيه مسلاً يعني العظم مش بيزيد من بره والعظم بتتخن لأ بتبدأ تاكل نفسها من جوا عشان وشنا يكبر ده طبيعي فهي نفس القصة دي وتكبر من بره يتتراكم من بره ويتاكل من جوا فتبضل شكل العظم هو هو وسمكها هو و هو بس كبرت يعني الشكل تغير تمام؟ يعني احنا مفيش جمجمة مبتكبرش كده بالزبط واللي هنلاقي بقى جمجمة كده أو عشرة صنط لا هي بتبضل سمكة ممكن يزيد شوية بس قريب من السمك اللي بدأت بيه تقريباً أو يعني شوية بس القصة يتاكل من جوا ويزيد طبقة من بره يتاكل رأي من جوا ويزيد رأيين من بره يتاكل رأي من جوا وهكذا فتلاقي لفسك من جوا ووسعت مخك كبر إن شاء الله ماشاء الله وبقت دكتور بقت راجل كبير بقت راجل حد الميكانيزم ده بقى بيشتغل بطريقة مش مظبوطة في حالة الأطقم المتحركة إن فيه موجود على الرج بتاعنا اللي هو ما فيوش سنين بتساكل حجم العبم فبيبدأ العبم ده يكيش ويتآكل عشان كده الناس بتشتكي اللي هي بتعيش بالأطقم المتحركة إن الطقم وسع لا هو الطقم وسع لو وسع حاجة بسيطة بس هو العبم هو اللي كشف فأنت حسيت إن الطقم وسع بدليل إن إنت بتعمل طقم في الثاني في الثالث بعد كده الدكتور بيقولك أنا مش هعرف عمل لك طقم سيد يعني المتحرك يكون إيه؟ يمسك شوية مش هيعرف إيه إن العبم بيبقى كش على إيه فكل الكلام ده إحنا بنلحقه إزاي؟ هي زرعية بتتحط مكان الخلعة اللي اتعملت ما نسيبش نفسنا للكصة دي كلها ما نسيبش المشكلة تكبر على حد ما نوصل إن إحنا محتاجين نزرع عظم محتاجين نرفع الجيب الأنف نستخدم زرعات ميلة عشان خاطر ما إحنا من الأول لو الحاجة اللي إحنا فقدناها وأسناً دلوقتي إن إحنا نبكت سنة دي ما بقيتش حاجة سهلة التكنولوجيا خلتنا علاج الجذور والحشوات والكلام ده كله إحنا نقدر محافظ على السنان دي أساساً ما نضطرش لخلعها ولو اضطرنا نلحقها عشان نلحق العظم بتاعها عشان ما نضطرش بعد كده إن إحنا ندور على عظم نزرعه في الحتة دي ونعمل الكلام اللي إحنا قلناه ده كله إن إحنا نبقى متيقنين من إنه العظم لن يسكت على إنه زي ما يقوله خالي سنة زي ما يقوله واحد إيه خالي شغل يسكت بالضبط كده هيعمل ثورة هيعمل ألأ بالضبط العظم كده هينهار لإنه خالي سنة حلوة كده عظم خالي سنة والله العظيم ما بقول كلام دي زي التبوها تبوها عرضوكم يعني على عظم خالي سنة طيب هنشوف حالة دلوقتي برضو من الحالات اللي يعني برضو الحالات دي تبقى جاية نفسياً محتاجة سبورت بجامل طبعاً جداً جداً وخصوصاً إنه هو ما بيبقاش عنده ثقة في نفس إنه هو يقعد يتكلم مع اللي قدامه ومش هاركي يتحمل حالك زي كده آه الحالة دي الحالة دي وبعدين بصوا برضو إنتو ده كاي بقى إنتو اللي عمين الحكاية دي بقى عندكم بقى مكادي سنتر إنتو حطيني السلطين فوق بعض علاتوك لازم لازم دي لينا وللمريض لازم يبقى عارف هو كن فين وبقى فين أيه بقاش بس أنا كان نفسي تشويق ايه؟ أنا نفسي أشوف الصورة الاولية دي فتاة يعني هتعمل اي فيها هتعمل اي فيها هتعمل اي فيها ودي تعمل فيها إيه؟ وبقى إنتو فاجئني بجمال الصورة بصراحة جميلة جداً وإنت بصور فروم نير فجن يعني مصوره وناتشرال يعني مصوره قوي قريب جداً ناتشرال جداً يعني أنا عجبني أول انها ناتشرال الجدور لسه موجودة دي نقطة انا عايز اتكلم فيها دي ناس بقى بتعمل ايه جاتلي قريب دي نفس الحال لا دي حالة تانية دي نفس الحال اه دي ما احنا شايفين فوق هو فيه جدور موجودة كان رأي المريض لما جاء وحسألناه قلنا له انت ليه سايب الجدور دي قالك انا سمعت ان احنا لازم نسيب السنة في مكانها عشان تحافظ على حجم العظم طب كويس جد؟ لا مش كويس خالص ليه بقى؟ لان السنان دي كلها العصب بتاعها تعفن اوه عمل بكتيريا تحتيها البكتيريا دي عمل تبريشير على العظم اللي اشتغل بفكرة الاستيوكلاستيك اكتيفتي اللي احنا قلناها في الاول فاكل نفسه وعمل اوضة الاوضة دي فيها صديد يبدأ الجسم يبقى حاجة اسمها عشان يوقف يامل كنترول للعظم اللي بيتاكل ده اللي لما بتكتمل اوضة دي بطانة الاوضة دي ده بنسميه ايه؟ ابسل لا سيست هنا بقى السيست اللي هو كيس دخني اللي هو بيتطور بعد كده ممكن يقلب ابسل ابسل ده في الاول في السيست في السيست ده بقى بيبدأ يتطور من انفكتد يوصل اخر حاجة فيه لحاجة اسمها كيراتوسيست كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر يعني يعني يعمل معاملة الاورام ليه اوصل لكل ده عشان سيبت لنا؟ هيكل في العظم بعد كده ويكبر ليه بيتسمى كده بقى بيكبر بحاجة اسمها بيكبر بشكل صوابع دخلة في العظم فعمل ما بيتشال يتبقى منه جزء عشان كده لازم بيتشال بسيفتي مارجن عشان كده لازم يعامل معاملة طب انا كل ده عشان انا سيفتي مارجن يعني معلش احنا اقول انجليس نهارده نهارده اقول انجليس وانجليس وانجليس كلمة وارم حاجة سيستاهي هتشال كأنها وارم فيتشال وقاليها هي مثلا وقالياكم واخدها تلاتة في تلاتة لا لما انا جاء انا شالها بقى هشيل بمساحة خمسة في خمسة مظبوط كده يعني ازود كمان اتنين اه اه استقصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم عشان اقامل نفسي لانها هي متوغلة بصابح جوه هزا نسيج اتصغيره تعملي كيز دهني تاني تاكل فعبني تاني فلازم تكشال مظبوطة حلوة اول حالة دي كل ده يعني ليه بقى عشان احنا سبنا السنة تعمل كل ده وما وقفناش قصادها ده دي فكرة زراعة الفكة بالكامل دي انا من المواضيع اللي انا بعشاقها فكرة ان المريض ما بيأكلش اي حاجة ما بيدقش اي حاجة مش عايش وتقاله انت من حقك تعيش باسنانك لحد اخر يوم بعملك ونعمله الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده ارائع جدا كم زرعة دول؟ دول كانوا تمانية فوق وتمانية تحت تقريبا حالة دي بقى لها فترة ثلاثة اربعة خمسة اه ثمانية فوق وتمانية ده هي نفس الحالة لا اقع جدا انا اللي عجبني قوي فكرة وطبعا البيت انتو قلفتوا هنا بيت بقى قصة تانية خالص بقى هنا ما كانش فيه اساسا بيت موجودة بس احنا بنقدر بقى بنقدر ندور على شكل البيت اللي المفروض هو يكون عليها بنبدأ نخليه يعض بطريقة معينة بنقوله يرفع لسانه في سقف حلقه الورا فبيبدأ الفك طبعا زي ما حدراك عارف لما يكونش فيه اسنان ما بيبقاش فيه جايدنس للعضة بالنسبة للمريض نفسه مش لينا احنا بس فبيبدأ الفك يرتخي وينزل لتحت يبقى هو بيعض على درديره بطريقة مش مظبوطة فبنخليه حط يرجع لسانه الورا قوي ويبدأ معاه احنا نعلمه العضة عشان نعرف شكل عضيته في الاخر هتبقى عاملة بداية وبنبدأ نستخدم هنا بقى بيخش بتوع اللي هما الريموفابل بروسيسز اللي هما الأطقم المتحركة احنا هنا بنستخدمها في الحتة دي بقى عشان نرسم العضة نقلف العضة عن طريق الناس اللي هما متخصصين في الأطقم المتحركة اللي هما دول اللي بيرسموا لنا بيحطوا الأول حاجات زي شبه اللاسة بتاعت المريض فوق وتحت ويبدأ يرسم لي العضة المفروض تبقى في الحتة دي والكمبيوتر بقى بعد كده هتتسارك بقى يبدأوا يتدخلوا في الموضوع ده كله ويخرج الموضوع في الآخر ان هي العضة تبقى مضموطة والمريمة يبقى شمي بداية ويأكل كويس جدا دايماً دلوقتي بتوجه كتير من الناس انهم يسمعوا انهم محتاجين عظم تقولهم ان انت محتاجين عظم الحاجات دي بالنسبة للجيل اللي دي تخوف جداً يمكن الجيل الجديد عادي اه حط ماشو عظم لك نتيجة تقول له واحد انت محتاج عظم هينهار وهينزل بقى عظم ايه لا حطه وهجيبه مني وانا عندي عظم انا عندي هشاشة اي حد هيتكلم فانا اعزلني فعلا بس الناس ايه حكاية عظم هتحط عشان الكلمة دي على فكه صعبة برضو على تناغي الناس خلينا نقسمها لسيفير كيسز وكيسز اقل من السيفير شوية في الكيسز اللي اقل من السيفير شوية بنقدر ان احنا عن طريق في عظم سناي دلوقتي بيبقى مفول كده بيقى فيها فودر ماشي دي بتتحط في العظم مع البلازما اللي احنا بنسحبها من المريض البلازما دي موضوع مهم جدا البلازما دي فيها عناصر النمو والشفاء بنحط عليها الPRF بتاعتها ونقفل على الكلام ده كله باللاسة بتكون لنا اماكن تكون عظم جديد يعني هي بتبدأ تمسك في نفسها وتبدأ تحفز العظم في الحتة دي كلها انه بيبقى حتة واحدة هي مع العظم الاساسي بتاع المريض ده في الحاجات اللي هي اقل من السيفير شوية طب لو انا عندي مثلا حد عنده كلافت مثلا او عندي حتة جزء دفاكت كبير في العظم احنا بنعمل ايه مع الناس دي هنا بقى اللي بنتطر ان احنا ناخد عظم من جسمه سواء من الحوض او الرب او حاجة زي كده بنبدأ ناخدها ونثبتها في مكانها بشرايح ومصامير اللي بعديها بكم شهر ست شهور بنبدأ نحط فيها الزرعات بتاعتنا ونقدر ان احنا نرجع له المضغة بتاعه بس دي بتبقى كيسز قليلة جدا معظم الشغل دلوقتي شغال بالعظم الصماعي اللي هو البودر اللي هو بنحطه وبعد كده نسيبه شوية وبيبقى ماسي كويس وتقدوني كويسة جدا بتايجو هيلة جدا يعني هايز نروح للأشعة المقطعية أشعة المقطعية المهمة جدا اختراع مش رفاهية في زراعة الأسنان انا متحمس جدا انه من كتر ما بشوف مشاكل لناس زرعة من غير أشعة مقطعية زرعوا بفانوراما بس فيه ناس بتعمل كده لحد الوقت اه بيتفعوا تمنحي جدا بيشوف جوه ازاي يعني الفانوراما دي 2D اه 2D يعني صورة العمق بتاعها فين لكن بالخبرة بالخبرة ام عن طريق ان هو بيمسك اللس اه 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 طب لو هي كراتينايز يعني الكراتينايزاشن فيها عالي اي بقية ده فيه ناس اللسا بيبقى سمكها لوحدها ووصل ثلاثة ونصف واربعة ملي فيه ناس في حالات لما بنفتح بيبقى السمك بتاعها كده فاحنا بنحدد ازاي السمك العضم بالنظر كده استحيل الأشعة المقطعية دي هي اللي بتبين لنا الفاين دي تيلز هي بتعمل لنا ايه هي بتقطع لنا العضم ترنشات صغيرة وبعد كده بتخلينا ننسي كل حطة عضم لوحدها هنا دي الأشعة المقطعية واحنا بنستخدمها عشان نحبب مكان الزرعية وبتفرحني السورة دي جدا دي من أحلى الفيديوهات اللي احنا بنشوفها بتفرحني طبعا بنيبدأ نقطع العضم لشرايح صغيرة ونشوف طول وسمك وعرض العضم قد ايه زي ما احنا شايفين في الصورة الفوق بنحدد بنعمل يعني بنسنتر أو بنخليها سنترك يعني في النص للزرعية نفسها عشان نشوف العضم هيبقى حواليها عامل ازاي وميقولها عامل ازاي ده اللي بيسبب نجاح الزرعية إن انا ما يبقاش في عضم قليل حوالين الزرعية دلوقتي بقينا نربط بقى الكلام ده بالسرك والسمائل ديزاين والكلام ده بقينا نحدد أساساً يعني احنا عندنا حتة عضم كويسة طب انا هختار قني حتة فيهم بالزبط يعني ايه النقطة بالزبط اللي انا هبدأ فيها بنبدأ نشوف شكلها في الآخر جمالياً هيبقى ايه؟ ده بقى بقول اللي اتنين مع بعض بنحدد عن طريقه حتة العضم مع حتة الجمال ففي الآخر بتوصل إن انت زرعية زرعية حطت عليها السنة أو التربوش أو التركيبة السبتة بتاعتها بشكل جمالي الطبيعي بتاعتها بالسنان المرصوصة اللي في الآخر ما حدش هيعرف إن انت ملك بقى اي حاجة إذا الأشعة المقطعية لن تكون قابة غرافة هي لا غنى عنها الأشعة المقطعية دي بتبين لي مكان الجيوب الأنفية بتبين لي العصاب اللي ماشية عاملة إزاي في الفاك السوفلي اللي في الابرنوف اللي مش متوقع بالزبط كده هو يعني كلام ده كله هيشوفه إزاي في الكاميرون صعب قوي الأشعة المقطعية لو إحنا شفناها يعني هتفدنا في حالات هنشوفها دلوقتي يعني برضو هنربط بين الأشعة المقطعية وبين هذه الحالات الحالة دي من أهم الحالات اللي إحنا بنتكلم فيها هنا زراعة العظم لو حضرتك بصينا فوق هنا ده علاج عصب مش مزبوط أدى إلى إيه؟ إحنا كنا قلنا في الأول لما بيحصل طاس تحته وبيتساب بيبدأ العظم يأكل نفسه العظم متآكل من فوق تماما بسبب العلاج العصب المش مزبوط طيب المريض ده جاي السنان دي كلها أو التركيبة بالسنان كل ده بيتلخلخ رايح جاي بشكل مهول طيب راح لف لأ مستحيل نزرع لك أنت عندكش عظم خالص وقالوله إحنا هناخد لك حتة من الحوض عشان نركب لك إنه يركب لك الزراعات دي ده حل موجود بس أنا ليه دايما أخش الحتة الصعبة إن أنا أفتح حتتين عشان أحط العظم من حتة لحتة لا التحت إحنا عملنا إيه؟ حطينا الزراعات بتاعتنا بشكل معين وحطينا معاها العظم الصناي بتاعنا لو حضرك بصيت هتلاقي إن العظم فعلا بدأ يتكون الأشعة التحت دي دي بعد شهرين ونص من وضع العظم بتاعنا بعديها بشهر ونص تقريبا قدرنا نحمل وفيه صورة تانية إحنا حطينها دي بتبين لنا قبل وبعد الحالة كان شكلها عامل إزاي؟ هتظهر معينة ده أهي يعني هو ده بعد ما إحنا حطينا العظم ده فوق يمين بعد كده ده بعد ما ركبنا روس الزراعات بتاعتنا وتحت ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الأسنان بتاعتنا كيف تتم عاملات الزراعات؟ نشوف السؤال بسيط جد بس أنا خبيث لإن أنا عايز أسألك كيف تتم عاملات الزراع الخطوات اللي المريض لازم يكون عارفها عشان يعرف إنه بتعامل مع محترفين؟ طبعا ما عليش يعني يقول له لإنه الزراع لو ما لقاش الخطوات دي قوم يعام اجري اركب النقو وشرخ تماما أول حاجة إنت لو دخلت عند أي عيادة مسألش عن ميديكال هستوري التاريخ الطبي بتاعك كده كده لازم نجري لإنه ميديكال هستوري دي بتأثر جدا على أي شغل في كل برانشات الطب يعني لازم يبقى الدكتور عارف عندك سكر عندك قلب عندك أي مشاكل صحية لازم يبقى عارف كل الكلام ده كله فيه سيولة في الدم فيه روماتويد فيه الكلام ده لأن كل حاجة من الحاجات دي هتخلي الدكتور ياخد احتياطاته بشكل معين في الجراحة بتاعتها هتخليه يستخدم أنواع معينة من الزراعات هتخليه ممكن يقول لك روح زبط القصة دي وارجع لي تاني فالدكتور اللي مش هيسأل الحاجات دي مش هيبقى عارفة فمش هياخد احتياطاته منها فالنتيجة هتبقى فشل العملية دي أول حاجة تاني حاجة التشخيص التشخيص ده اللي هو كلينيكالي وعن طريق الانفتيجيشن يعني كلينيكالي دي إنه هو الدكتور بيكشف على المريض بشكل عادي جدا ويسمع السنة دي فقط طه إمتى والكلام ده كله ويشوف الهيجين بتاعه ويزبط الكلام ده انفيستيجيشن دي بتبدأ من الأشعة المقطعية اللي هي بتحدد لنا الميديا أو الطربة اللي أنا هزرع فيها شكلها عامل إزاي بتحدد لنا طولها عرضها سمكها كسافتها قربها أو بعدها من الفيتلز يعني يعني مثلا أعصاب جيوب أنفيا الكلام ده فبعد كده بيكرر إنه هو الوضع كله سليم فاحنا هنزرع الزراعية بالطريقة العادية السهلة أو هناخد سكة تانية عشان نتفادى بيها عصب نتفادى بيها الجيب أنفي أو هنرفع الجيب الأنفي أو هنتفادى بيها مشكلة معينة أو مثلا لقف سكته مثلا فيه كيس دهني لازم يتشال الأول حيمشي في السكة دي العظم قليل مثلا هيزرع عظم مع الزراعية اللي هو بيحطها الكلام ده كله مش هيعرف يحدده بأشعة سنوائية الأبعاد لازم سلاسية الأبعاد سنوائية الأبعاد دي اللي هي البانوراما دي بيجيب لنا من بره بس سلاسية الأبعاد هتجيب لنا اللي جوه جيب لنا الترانشاية اللي هنشوف فيها كل الكلام اللي إحنا قلنا الكلام في ده ثالث حاجة التحليل مهنة دلوقتي معظم الناس مش يئمة مش صدقة مع نفسها يئمة مهملة في صحتها فهنا إيه اللي هيعرفني إن المريض ده فعلا ما عندوش واحد اتنين تلاتة سكر ضغط كلام ده كله لازم أبدأ أحلله حتى لو عندي جهاز أحلله راندم يعني أعرف بس كده السكر بتاعه عامل إزاي لازم أعرف ضغطه أعمل إزاي الحاجات اللي هي الأساسية تمام أطلب منه تحليل دي إن هو يعملها في مركز تحليل وبعد كده يجي لديها بعد ما عملنا كل الكلام ده يبدأ بقى عملية الجراحة بتاعتنا اللي هي أساساً يعني إحنا أخذنا مشوار طويل قوي عشان ناخد الكرار والطريقة اللي إحنا هنمشي بيها الزراعية بتتحطي تقديمة بعد الكلام ده كله ثمان دقائق في ثمان دقائق الزراعية بتتبع محطوطة في مكانها ومفيش أي ألم ومفيش ألم حتى بعد العملية مفيش أي مشاكل خاص ولأنها عملية دائماً إحنا تعملنا في الطب بس اسمها سيرجري دائماً طالما كلمة سيرجري تقالت يبقى هنسأل عن ضعفات محتملة مخاطر موجودة ده سؤال هنسمعوا من هني عفيفي دلوقتي ونشوف يقصد به إيه وزي ما قلت لكم وراء الكلام كلام تعالوا نشوف كل ما كبر الإنسان كل ما أسنانه بتبقى عرضة للتسوس أو الكسر أو الفقدان بشكل كامل مجال طب الأسنان بيتطور كل يوم ومع اعتباع طرق التقليدية لاستبدال الأسنان المفقودة بعمل التركيبات السابتة أو المتحركة حسب الحالة تطورت عمليات زراعة وغرس الأسنان مع استخدام جزور من معدن التيتانيوم لغرس السنة وبتبقى شبه السنة الطبيعية بالزبط وبكده يقدر الشخص يأكل ويتكلم بصورة طبيعية الجدير بالذكر أن المتوسط العمري للأسنان المزروعة بيمتد لـ 30 سنة كمان نسب النجاح عالية جداً بتوصل لـ 95% للفك السفلي وتسعين في المية للفك العلوي يترى إيه الحالات المناسبة لزراعة الأسنان؟ وهل في موانع لإجراءها؟ الموانع والمخاطر الحالات المناسبة طبعاً مفهومة ومفقود سنة لكن الموانع والمخاطر نبدأ بالموانعنا الموانع لو فيه حد بيجز على سنانه بشكل مفرط دي من الموانع لإن إحنا زي ما إحنا قولنا قبل كده إن فيه فكرة العظم بيأكل نفسه بفكرة الأستيوكلاستيك أكتيفتي زيادة على زرعية يعني توزيع أحمال مش مظبوط هيقدي إلى الفيلير بتاعة الزرعية دي فكرة توزيع الأحمال دي مهمة جداً عدد الزرعية اللي شايلة التركيبة فوقيها مع الفورس اللي نازلة عليها دي حاجة السكر الغير منتظم السكر الغير منتظم ده من أحد الحاجات اللي هي عدقنا لازم الراجل يزبط السكر بتاعه الأول وبعد كده نزرع له زرعات بتاعته ومش هيبقى فيها أي مشاكل عدم الاحترافية عدم الاحترافية دي مهمة جداً فيه إحنا بنشوف زرعية بتتحط السمك العظم حواليها أقل من ملي انت حطيت الزرعية دي إزاي؟ أخدت القرار ده إزاي؟ انت لازم تبع عارف وانت رايح دي موانع بقى للمريد ان هو يروح يزرع الزرعية دي عند الدكتور ده السيولة العالية في الدم انت عارف حكاية الزرعية لا أقل حواليها أقل من ملي دي بتفكرني انت عارف ساعات الولاد يجيبوا الصور على الإنترنت لبيوت بتتبني البيت مثلاً مبني عبارة عن قوضة والبيت أربعة دوار فوق شفت الصور دي أو تلاقي بيتين بينهم وبعد ما مرت بنا في بيت شفت الصور دي مظبوط رطيفة الأقل من اللي دي برضو ممكن نقولها ان ما نزلش حفر حفرة عشان يحط الأساسيات بلعة العمارة ما هو احنا طول ما احنا عندنا السابورت بتاعك قليل النتيجة هتبقى مش مظبوطة طبعاً لازم نقول الدكتور اللي هيقولك ان مية في المية الزراعية نجحة انا مش موافق عالكلام ده اي بروسيس بتحط في الجسم فيها نسبة صغيرة جداً ماشي بس احنا بنقلل دايماً او بنحاول نعمل كل الطرق عشان خاطر نوصل لنجاح الزراعية دي احنا دلوقتي بنجارانتي الزراعات بتاعتنا عشان احنا وصلين لنسبة نجاح عالية جداً فاحنا ما بنقلقش من فكرة ان الجسم حيرفض وكلام ده كله لن التقنية اللي بقت معمولة بيها الزراعات بقت عالية جداً فكرة الجاما رايز اللي بتعالج بيها الزراعية ده برضو بيزود نجاح الزراعية فكرة الليزر لوك معالجة الليزر في بعض اماكن الزراعية ده بيزود نجاح الزراعية بشكل كبير جداً وبيزود ثباتها جداً وباروح للدكتور وبتعالج بقالي فترة طويلة ايه هو الكيس دهني ده عندنا في الطب مفهوم انه حاجة طالعة على الجلد عنده كيس دهني في دراعه وعنده كيس دهني في وشه ايه عندكم كيس دهني ديكس انا دهنا الكيس دهني جاء العظم بقى مشكلته ان احنا ما بنشوفوش احنا بنشوف نتائجه بنشوف نتائجه في الاول ان حد بيعالج علاج جزور بيقعد فترة طويلة جدا علاج الجزور ده ما بيتحلش بعد كده بنلاقي السنة بتتلخلخ والسنة اللي حواليها بتتلخلخ لان الكيس الدهني اللي تكون ده بيبدأ اياكل العظم اللي حوالين الاسنين ده تعال يا دكتور ايمان نقول من الاول بقى هو كيس دهني ده جيلي علاج مش مظبوط للسنة او اهمال من المريض في علاج السنة اللي اتنين حيقادل ده علاج مش مظبوط يعني ايه يعني دكتور عمل علاج جزور مش مظبوط سواء كان شورت منظفش كويس او لونج او الكلام ده كله بيبدأ يكون بكتيريا تحت الجدر البكتيريا دي بتبدأ تعمل ضغط على خلايا العظم ده كيس دهني من الأكاس الدهنية اللي احنا طلعناه الله يجب اه طلعنا يعني حجم كيس دهني ده كان 3x3 3 سنتي ايوة 3 سنتي ايوة احنا لو بصينا تحت هو واخد السنان كلها يعني دي احنا شلنا كيس الدهني ده وحطينا الزرعات دي ده هنا بعد ما حطينا الزرعات كمان بعد ما حطينا الروس بتاعت الزرعات شلنا الكيس الدهني اللي بالحجم ده اللي هو واكل الأسنان دي كل الأسنان دي كانت بتلعب كلها بتتلخلق بشكل جدير جدا لأن الأساس بتاعها مش مامسوك فبنبدأ نحط الزرعات بتاعنا وبنحط العظم حواليها وبعد كده نحمل على الزرعات دي والدهني بتبقى كويسة في الأخ سهل علاوه اه لازم يتشال اه من عدد ولازم يتشال فأوله لأن احنا كل ما بنتأخر عليه كل ما هو بيتطور بيتطور لأنواع لحاجة نوع اسمه كيراتوسيست كيراتوسيست ده بنسميه عندنا سيست لايك تيومر بيتعمل معاملة الأورام ليه؟ لعشان هو بيكبر بفينجر لايك بروجكشنز يعني بيكبر زي الصوابع جوه العظم فلما بيجي يتشال لازم هيبقى فيه جزء منه متسفة بيرجع مرة تانية فعشان كده بنشيله بسافتي مارجنز بنشيله بحتة زيادة بنستقص الحتة زيادة عشان مايرجعلناش مرة تانية ليه نوصل للكلام ده كله؟ احنا من الأول علاج الجذور يتعمل مظبوط أو لو يتعمل مش مظبوط أو أنا لقيت فيه مشكلة لسه بتواجهني أروح أشوف إيه المشكلة دي لأنها في الأول بيبقى فيه خراج مزمن اللي هي بتبقى قوضة جوه العظم القوضة دي طول ما هي موجودة عمر ما السنة دي هتتعالج لازم الأول القوضة دي تتعالج بنعمل حاجة اسمها اتساكتومي بنشيل جزء من الجدر مع تنظيف القوضة دي بشكل كويس أو نحط عب ممكن في المرحلة دي إن إحنا نحافظ على السنة ما نسيبوش يكبر لحد ما يقلب لكيس دهني وياكل في السنان اللي حواليه في الأول مع الـ check-up المستمر مع الـ x-rays مع الكلام ده كله بنقرأ في الكلام ده من الأول كله ونحافظ على السنان الطبيعية ما نضطرش إن إحنا نشيل كيس دهني ونشيل أسنان ونزرع زرعات ونحط عظم ونستنى عشان نحمل عليها الكلام ده كله هناك أسئلة في الطب المستفزة للمحترفين إن أنا أسألك إيه الهون اللي أحسن العربية النقل ولا العربية السيدان إيه اللي جاب دي لدي ما دي لها استخدام ودي لها استخدام إن أنا أقول لك مين أطول النخلة ولا الأطول يعني كلام اللي هو مثلا يعني فهذا النمط من الأسئلة هو اللي هتسمعه دلوقتي يلا بينا تعال نشوف بس ممكن يكون فعلا في حاجة أفضلية لشيء عن شيء بس نشوف الأول السؤال ونفهم يعني هل هناك أفضلية ولا في الطب بلاش تقولك مين أفضل من مين طالما كل واحد جاء لها مكانها واستخدامها طب هو إيه الأفضل تركيب الأسنان ولا سرعتها هو يسأل عن الأفضل ما بين الزراعة والتركيبات السنة نحن بنتحط في نقطة كلها إحراجات إحراجات هل السؤال ده إجابته إن فيه حاجة أفضل من حاجة ولا كل حاجة مقاحة نحن ممكن أن نقول إن هم أفضلية أساساً أفضلية يعني هم مع بعض شركين شركين ما نقدرش نستخدم واحد لو واحده يعني أنا لو سنة عندي مخلوعة أنا مش موافق إن إحنا نعمل كبري عشان نعوض السنة دي ليه؟ لأن أنا سايب العظم تحتها هيكش سايب العظم لما هيكش هيكشف للجدور اللي هي بتاعت السنتين التانيين برط سنتين بتوعي اللي هم الطبيعيين نفسهم كل الكلام ده هو ده اللي بيحسن أهو بص 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 هتركب زرعية حفظت على العظم وركبت عليها بعد كده التربوش مليش عبس ومليش عبس السنان اللي حوالي والسنان زي ما هي يبقى إحنا كده ما أكلناش لا سنة وحفظنا على العظم والكلام ده كله هنا إحنا حضرنا السنة اللي حواليها دي أول حاجة حضرنا في الحاجة بتاعت ربنا تاني حاجة ركبنا إيه اللي هيحصل بقى المفروض إن العظم هيبدأ يكش في الحتة اللي في النص دي يبدأ إكشف لنا الجدور اللي حواليها السنة الجدور دي بتبقى سنستيف جداً وطبعاً التنظيف بيها بيبقى صعب جداً السنستيفي دي بتأثر على عصاب السنة نفسها فبتبوض عصاب السنة نفسه اللي بعد كده بيعمل لنا خراج تحت السنة ده المنظر اللي إحنا كنا متكلم عليه إن السنة تأكل يعني الخراج أكل في العبن فوق بعد كده طبعاً التسوّس كسبة السنة يبقى مين أحسن أه تبدأ بقى ديت بوز خلاص ديت بوز بقى الصديدة هو بيتكون بالزبط كده التركيبة على مقبضت حنشيل التركيبة ونبدأ نلجأ إلى في ناس بقى في حل من اتنين ياماً يكون في همت ياماً احضر سنة تانية وهاكزا بقى لا قدر الله افا ثم انت دخلت الحارة دي واتضربتها قبل كده إيه لجابك تاني عايزة أقول ل حاجة برياك يا دكتور قامل حاجة في ناس مشت كده لحد ما خسرت إستهم كلها ما هو شغال اهوش اهو يعني ده حقيق مش انيميشن ده بيحصل بجد في الحقيقة عمل تركيبة هي من مصر للسلوم بالذات؟ اه منكمل اه اه طب ما فهمتش فاهم مره البعيد غبي انت قبل جدا التركيبة مظلت وعملت لك مشاكل ثم تكمل بقى 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 ده في الاتنين دول وتوسع التركيب وهكذا وتوسع التركيب المسألة عاملة يعني لطيفة جدا يعني ما هو ده انا فينا الصابين دلوقتي ينصب عليك وعلي وياخب منا فلوس فاحنا نطلبوا فلوس فينصب على اتنين تانين غير ناكب منه فلوس وينصب على واحد تلت بقى يخليهم تلاتة نصب بقى عشان خاطر ايه يعني يسددون الاتنين اللي التانية واحد تاني يصر فلوسه واحد تاني التلاتة ينصب على خمسة يسددتلاتة واخد فلوس اتنين وتستمر الحياة اه وتستمر الرحلة الصعبة جدا دي جدا إذاً إنت شايف إن الزراعة أفضل بعدها؟ يعني إحنا هقلنا إن هي تركيب للتعويض لا إحنا هنحط التركيبة فوق الزراعية اللي إحنا حطناها هنعمل تركيبة على كذا زرعة بنعوض بيها كذا سنة أنا موافق لكن هنبرض سنة أو سنتين عشان خاطر نحط كبري يعوض لنا سنة نقصة ده أنا مش موافق عليه خالص كده كده يبقى إحنا عارفين إن مصير السنتين ومصير العظم اللي في النص كل الكلام ده ضائع فليه هذي حالات لجأت إلى تركيبة أه لا دي قصة تانية دي دي قصة علاج الضب مجمعين كانت المريليشن ما بين الفكين كانت لازم تتدخل جراحي الضب يعني ضب يعني العظم بتاعنا طالع لقدام أو الأسنان طالع لقدام فسببت لنا الضب بتاعنا بعد كده بدأنا نقيس المسافات عشان نعرف هو العظم اللي طالع ولا الأسنان اللي طالعها ولا اللي اتنين مع بعض طب ده بنسبة قد إيه وده بنسبة قد إيه فبدأنا نشوف إن إحنا لما لو إحنا لجأنا طبعا الأسنان بتبقى حالتها وحشة اللي هي بتبقى مفرقة اللي هي عندهم ضب وطالع لقدام دي بتبقى مفرقة طبعا أساسا الأسنان نفسها متأثرة فبدأنا نشوف إن إحنا لو حضرنا الأسنان بشكل معين نقدر نعمل لها ديزاين مظبوط يقلل لنا المشكلة عنها لأن الجراحة اللي هي بتتخ... اللي هي الأرثوجناتكس يجريز نفسها إن إحنا عندنا فيه ضب عايزين نرجعه الورق أو الفاك السفلي طالع له قدام وعايزين نلخله جوه أو نشوف القلقتين مع بعض من الوبع الأحسن بهم دي جراحة مش صغيرة خالصة بنضطر إن إحنا نفصل العظم عن الجنجمة زي ما إحنا شايفين ده محمد من السودان إحنا عندنا هنا أوفرجات أوفرجات ده اللي هو الفرق ما بين السنان العلوية والسنان السفلية هنا عندنا عظم طالع لبرة مع أسنان طالع لبرة قدت إلى المنظر ده لما جينا عملنا الأشعاب بتاعتنا وسحبنا الكلام ده كله على السميل ديزاين لقينا إن إحنا لو حضرنا الأسنان بشكل معين نقدر نوصل لنتيجة كويسة من غير جراحة من غير ما نقفل الفاك فترة طويلة من غير ما ننشر الفاك العلوي من كار الجمجمة ونرجعه الورا تمام؟ فوصلنا للنتيجة اللي تحت دي زي ما إحنا شايف الحقيقة شغل رائع شغل رائع وابتهاد متميز للغاية ويبقى لينا دلوقتي نتيجة وصلنا لها مميزة جدا إنه الزراع لها دورها ولها معطياتها ولها احتياجاتها ولها أولوياتها لو كانت المسائلة متساوة بين الزراعة والتركيبات لكن في حالات تحتاج تركيبات مزاق أه مصد أه مصد وبعدين هنا ده سنانه كاملة ده سنانه كاملة فما فيش عظم هيتكش ما فيش أي حاجة هتحصل إن لو التركيبة معمولة بشكل مصبوط لو إحنا المعساة بتاعتنا أو التكنولوجي اللي مستخدمة فيها التركيبات دي كله دلوقتي بقى الكمبيوتر والحاجات دي كلها بتتاخد على الكمبيوتر ويتعمل لها ديزاين فتبقى مقفلة على السنان دلوقتي ما بقاش فيه جو الفورسلن بتاع زمان جو إن أنا بعمل أو الفني بيعمل الشاسي بتاع التركيبة الأول شمع وبعد كده يحطه في جبسي يسياح الشمع ويدخل مثل الناحية التانية كلام دا كله عمره ما كان يكون أكيرت أول حاجة عندنا مفيش أكيرسي في إيد الفني نفسه تاني حاجة عندنا مواد مختلفة بتتمدد وتنكمش مع التسخين والتبريد لازم بتعمل لي ليك تعمل لي تسريب ولو قليل فهتضرب السنة اللي تحتيها دلوقتي فكرة 3D printing أو اللي هي طباعة صلاحية الأبعاد اللي احنا أخدنا منها بعد كده الكاب كام والسارك والكلام دا كله خلى إن التركيبات اللي احنا بنعملها أكيرت إنها ما تدخلش حاجة تحتيها تحافظ على السنة اللي تحتيها ما فيهاش أي مشاكل دي نقطة تاني نقطة التكنيك بتاع الدكتور بتاع التركيبات نفسه إنه هو بيخلي الجنجشن أو الوصلة ما بين السنة والتركيبة يعني تحت اللاسة بتبقى قفلة على اللاس اللي موجود في الكصة دي بتطول يعني بتحافظ على الأسنان اللي تحت التركيبة بشكل عالي جدا فالكلام دا كله نقدر نستخدم فيه التركيبات لكن أعود صلنا طب أنا كده كده مش هقدر أعمل حاجة في العظم والمعظم هيكش مني وهكشف للجدور وهتسويس تحتيها ومش هعرف أن أضفها يبقى مين أحسن دي ليها حاجة ودي ليها حاجة هي كومبايند دورتنا يا دكتور كريم أكثر يا دكتور عام يعني القيمة العالمية الكبيرة اللي بسعد بوجوده من المبدع سيد دكتور كريم مكادي أضفت لنا كتير يا كريم سعيد جدا بوجودك معنا سعيد جدا بإخلاصك وتفنيك وعملك الدقوب اللي بينبئ عن شخصية خاصة جدا في عالم طب الأسنان أعتقد أنها حفرت مكانة كبيرة في الإليت في هذا الميكال وأعتقد في المستقبل هتصنع الكثير خليكوا دايما مع دكتور شكرا للمشاهدة